دور المصري الممتاز ينطلق بمواجهتين في منتهى القوة لأهلي أمام المصري والزمالك ضد برامت اشتركوا في القناة اليوم أجريت قرعة الدور المصري الممتاز لموسم 2023-2024 قرعة أسفرت عن مواجهات كبيرة في الجولة الأولى أبرزهم مواجهتي الأهلي والمصري والزمالك والبيرامت مباريات الدوري هذا الموسم ستقام مبدئيا بحضور عشر تلاف مشجه كل سنة حضراتكم طيوين ويلا اربطوا الأحزاب موسيقى يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الدوري الأسبوع الجاية يا جماعة الدوري موسم 2023-2024 وأول جملة هقولها في هذا الأمر استهدوا بالله استهدوا بالله خلونا نستمتع بالدوري الموسم الجديد خلونا نشوف كورة حلوة خلونا نتكلم عن الكورة ما نتكلمش عن مشاكل حوالين الكورة خلونا نستمتع زي ما الناس بتستمتع خلونا ننبسط أنا متفائل بصراحة الموسم ده تحديدا على غير العادة يعني ما كنتش متفائل كتير بمواسم كتير فاتت بس الموسم ده متفائل بيه هتقول لي متفائل ليه يا عم هتقول متفائل وخلاص هقول لك يعني فيه شوية مؤشرات بتقول أن الأمور هتبقى جيدة يبدو كده أن فيه تطور واضح بيحصل في منظومة التحكيم على مستوى أنه بقى زي ما تقولكم من برح بقى فيه حكام معلن أسماءهم هما دول هيديروا مباريات الدولة الممتاز مفيش مجملات مفيش 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 فيه تطور في الفار وفيه واضح أنه فيه معدات جديدة وفيه تكنولوجيا جديدة وإن شاء الله الكاميرات كمان تبقى بتساعد الحكام في أرض المرعب والمخرجين فيابدو هنا أن الجزء بتاعت التحكيم ماشي بشكل كويس على مستوى التصوير والنقل والكلام ده كله حاسس برضو بحسب اللي بنسمعه والمعلومات اللي عندنا هنشوف نقل مختلف ونقل أفضل من المواسم اللي فاتت طيب على مستوى اللاعبين لا معظم الأندية عمل صفقات كويسة طبعا باستثناء الزمالي كل اسمعه دي الموقوف كدوم والباقي كله اشتغل وعمل صفقات كويسة على مستوى المدربين الأجانب اللي موجودين كويسين المصريين كويسين إن شاء الله بس ما يبقاش عندنا الفكرة اللي هي بتاعت كل تاعة أربعة ومبرتنا غير مدرب دي بقى كسة إدارات الأندية تشتغل عليها على مستوى الجماهير أهو العدد زاد مبدئيا مبدئيا لعشر تلاف مشجع زي ما الأستاذ أحمد دياب قال النهاردة إنه عنده موافقة أمنية بحضور عشر تلاف مشجع في كل المباراة وربما قبل 72 ساعة من بداية الدوري الرقم ده يزيد ربما بس في كل الأحوال أهو خطوة قدام عدد أزياد من اللي كان موجود الموسم الماضي نتمنى أكتر طبعا أكيد كلنا نحب اللي سادي بقى مليان عن آخره بس خلونا نشوف فكل الأمور بتقول إن إحنا رايحين لموسم إن شاء الله يكون موسم هادئ خارج الملعب في الملعب عايزين إصارة وتشويق وحماس وروح وصوت جمهور ده عايزينه في أرض الملعب بره الملعب اعتراضات بقى على الحكام اعتراضات على المباريات والتأجيلات اعتراضات على مش عارف مين قال لي كلمة وحشة مين قال لي كلمة حلوة خلو الأمور حلوة خلونا نستمتع بالكورة عشان لما واحد زي حالاتي أو غيري يعني يطلع بعد مباريات في الدوري يكلمك عن الكورة يقول لك الله النهاردة فرقة دي لعبة أحسن فرقة دي لعبة أقل والله دا لعب بتاعة أربعة ثلاثة والله دا لعب أربعة ثلاثة ثلاثة ما أقول لكش مين مسك في الخناق مين في الملعب مش حكايتنا أنا بنتكلم في الكورة وبنتكلم في الرياضة نستمتع بقى بيها هي أصلا حاجة معمولة للمتعة الناس تتسلى وتستمتع مش تتعصب إن شاء الله خير الكورة النهاردة كورة الدوري المصري الممتاز أبدأ لكم بمباريات الجولة الأولى وأمشي بعد كده على مباريات الأهل والزمالك في الدوري هذا الموسم ما هيواجهه مين تعال نروح للجولة الأولى نارية جولة أولى نارية حلو إن الدوري يبدأ سخنة كده وكل عرب هيواجه بلدات المحلة وبلدات المحلة فرقة محترمة جدا وكل عرب من الموسم الماضي فرقة محترمة جدا مع كابتن شوقي غريب طلع الجيش مع البنك الأهلي الداخلية مع أمبي فاركو مع فيوتشار والأهلي مع المصري مواجهة جماهدية كبيرة كبيرة يعني الاتحاد سكنداري هيواجه السيراميكا الوافد الجديد العامل برضو صفقات محترمة جدا مع الإسماعيلي اللي يتوسم في الكابتن أقاب جلال إنه الأمور تبقى أحسن الموسم ده سموحها هيواجه الجونة وبيراميدز والزمالك في أقوى مباريات هذه الجولة مع مواجهة الأهلي والمصري دي مباريات الجولة الأولى تعالنا بقى نروح لجدول مباريات الأهلي في الدوري هذا الموسم حامل اللقب في الجولة الأولى الأهلي هيواجه المصري البورسعيدي في الجولة الثانية هيواجه السيراميكا كليوباترا الجولة الثالثة هيواجه الإسماعيلي في الجولة الرابعة هيواجه الجونة في الجولة الخمسة هيواجه بلدية المحلة وفي الجولة السادسة هيواجه المكون العرب ثم في الجولة السابعة هيواجه سموح في الجولة السامنة هيواجه زد وفي الجولة التاسعة هيواجه الاتحاد السكندري بعد كده في الجولة العاشرة مواجهة الكلاسيكو مواجهة ديربي مصر كمة الكرة المصرية الزمالك والاهلي في الجولة الحداشر فاركو هيواجه او الاهل هيواجه فاركو في الجولة الاثناشر الاهل هيواجه الداخلية وبعد كده في الجولة التلاتاشر هيواجه طلاع الجيس ثم في الجولة الاربعتاشر هيواجه بيراميدز في الجولة الخمستاشر هيواجه البنك الاهلي ثم في الجولة الستاشر هيواجه امبي وأخيرا نهاية الدول الأول الجولة السبعتاشر هيواجه فيوتشر وبعد كده المباريات تعاد في الدول الثاني بنفس الترتيب ماذا عن نادي؟ أزمها لكم مبارياته في الدولة هذا الموسم هيبدأ بمواجهة نارية زي ما قلنا قدام بيرامدز وبعد كده هيلاعب المكون العرب ثم البنك الأهلي وبعد كده سموحة في أمبي بعد كده زد ثم فيوتشر في الجولة السابعة في الجولة الثامنة هيواجه الاتحاد السكندري وفي الجولة التاسع هيواجه المصري وبعد كده في الجولة العشر زي ما قلت لكم هيواجه الألب في كمة القرى المصرية وفي الجولة الحضاشر هيواجه السيراميكا كليوبترا وفي الجولة الاثناشر هيواجه فاركو ثم الإسماعيلي وفي الجولة الاربعتاشر هيواجه الداخلية في الجولة الخمستاشر هيواجه الجونة ثم في الجولة الستاشر هيواجه طلاع الجيش وأخيراً هيلعب نادي الزمالك مع بلدية المحلة في ختام الدور الأول ده ترتيب المباريات ماشي اللوايح بقى عشان كنصة اللوايح ديت لما منخش في المسابقة يهي حد يقولك لك أصل الكلام ده مش موجود في لائحة المسابقة أصل الكلام ده فيه مشكلة أصل الكلام ده مش صح أصل الكلام ده ما اتفقناش على كده من الأول فمن الأول أهو النهاردة هو في حلقتنا جميل لحضرتك لائحة الدوري المصري لموسم 2023-2024 عشان تبقى عارف عشان تلقى أين كده لما تلاقي نادي ما عملش الحكاية دي تعرف على طول أنه هو هيبقى عنده مشكلة وعنده عقوبة تعالى نشوف اللائح يلتزم كل نادي بتسليم قوامة المباراة والذي يطمن أسماء اللاعبين الأسسين والبودلاء والجهاز الفني قبل ساعة وربع من انطلاق المباراة حلو زي ما بيحصل في العالم يعني أنت قبل المباراة بساعة أنت كبقى مشاهد أو مشاجعة تبقى عارف الفريق تشكيلته هتبقى عاملة إزاي يحصل كل نادي مشارك فيه مسبقة الدوري الممتاز على مبلغ وقدره مليون جنيه يتم سدادها بعد نهاية الموسم يعني أي نادي هيلعب في الدور هياخد مليون جنيه ما بوش يجيبه حاجة مليون جنيه دو ما بوش يجيبهوش لقيب بس تمام أي برضو فكرة أن الجواز بتعلق يعني النادي الحاصل على المركز الأول في بطولة الدوري الممتاز يحصل على مكافأة مالية قدرها خمس خمسة مليون جنيه ماشي إذا اعتذر النادي عن الاشتراك في بطولة كأس الرابطة قبل إجراء القرى يخصم منه مبلغ مليون جنيه يعني زي ما لقى لعمل كأس اللي فاتت قال لك لا أنا بعتذر عن المشاركة في البطولة هتخصم منه مليون جنيه قيمة مشاركة النادي في مصابقة الدوري يعني مش ياخد الفوز اللي كان ياخدها بمشاركته في الدوري اللي هو المليون جنيه إذا انسحب بقى نادي بعد إجراء قرى كأس الرابطة القرى اتعملت توقع على النادي المنساحب ده غرامة مالية قدرها مليوني جنيه موسم 2023 2024 لسا مكملين في لوائح البطولة حال وصول أي من الأندية المصرية المشاركة في دوري الأبطال أو الكنفترية إلى الدور النهائي في أي من البطولتين سيجتمع مجلس إدارة الرابطة لاتخاذ القرار المناسب بشأن تأجيل مبارياتهم في الدوري طبقا للظروف وإن كنت أنا مختلف شوية على البند ده كان المفهوض يبقى واضح أكتر من كده أو مش واضح يعني مايبقاش فيه فكرة الاجتماع يعني ليه أنا ما أنت قلت الاجتماع وجي نادي يوصل للنهائي أهلي بقى زمالك بيرامدز أي نادي بيشارك فيه البطولات الفيتشر اللي بيشارك في البطولات الأفريقية سيبتها مفتوحة أي بقى هتأجل على طول كده أنا مسيبتها مفتوح أنت مش خلتها بقرار مجلس إدارة فهيأني هيتلسأتها ممثل لكلامة تحط لائحة واضحة والله أنت لو وصلت للنهائي هيتأجل لك مباراة هيتأجل لك مباراتين هيتأجل لك أسبوع هيتأجل لك أسبوعين واضحة من الأول ما تسيبش الحاجة مرنة كده عشان الناس بتزعل بعد كده ليه هيجي نادي يقولك ما أنت أجلت لفلان نفس القص لما اجتمعته أجلت لفلان لكن لما اجتمعته تاني مرة ما أجلتش لفلان التاني تخش في حسابات ما أنت بغين عنها بس ماشي قد ينام ليت حس برضو كل شبابه أدام بتاخد خطوة لقدام حتى لو خطوة واحدة مش خطوتين ثلاثة أربعة فده نجاح ما بتاخدش خطوة الورا تبقى مشكلة ماشي تحديد المراكز بقى المراكز والهبوط فيه الدوري حال تساوي فريقين تعال نشوف يعني لو في فريقين تساوي عشان دي برضو بتبقى نقطة جدلية في الآخر يقولك من اللي هيبط ومن اللي هيكسب الدوري أولا هيشوفوا ده بطبيعة الحال يعني النقاط التي حصدتها الفرق في معجهتها المباشرة مع بعضها البعض يعني مثلا على الصدارة أهل وزمالك أهل وبرامدز بيرامدز زمالك مثلا يعني تمام هيشوفوا المواجهات المباشرة بينهم ده مبدأ ايه دي أول اختيار طيب هم تساوي مثلا في نقاط المواجهات المباشرة هيتم من الاحتكام إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بحيث لا يحتسب الهدف خارج الملعب بهدفين دي نقطة مهمة جدا جدا ثالثا في حال التساوي في النقاط وفارق الأهداف في المواجهات المباشرة يتم من الاحتكام ليه فارق الأهداف في المسابقة له وعليه بشكل عام بقى مش المواجهات المباشرة بس يبقى احنا أول حاجة هيتم من الاحتكام للمواجهات المباشرة طيب في حالة التساوي في السلاسة معايير المسكورة في هذا البندي يتم من الاحتكام لعلى الأهداف المسجلة من كل فريق في المسابقة بحيث يتفوق الفريق صاحب أعلى عدد من الأهداف المسجلة يعني لو أنا سجلت مثلا أنا كريم أو خلي أنا أهلي سجلت مئة هدف ودخل فيه سبعين هدف فبقى الفارق تلاتين وفارق التلاتين ده هو هو الفارق بتاع نادي الزمالك اللي هو مثلا سجل تسعين وعليه ستين هيشوفوا ساعتها من اللي سجل أكتر اللي بسجل مئة فالأهل هو اللي ياخد الدورة حتى لو الفارق فالأهداف تلاتين هنا وتلاتين هنا بس اللي سجل أكتر هو اللي ياخد الدورة ده على سبيل المثال رابعا في حالة ما احنا قلنا ده خلاص يا جماعة دي قلناها ناخد اللي بعدها خامس في حالة تساوي فارقين في المعايير المذكورة بهذا البنت يتم عمل مباراة أو مباريات فاصلة في حالة تساوي أكثر من فارقين يتم احتساب المباريات بينهم وكأن المصابقة بينهم فقط ويتم الاحتكام لنفس الشروط السابقة طيب نستقبل عبر الهاتف الآن نحي رابطة الآن دي على شغل المعمول نحي الخطوات الإجابية اللي بتتاخل للأمام زي ما قلت لكم حتى لو خطوات مش شرط تكون سريعة بس هي خطوات للأمام احنا ما منرجعش خطوات للخلف فهما بيشتغلوا في كل الجوانب على مستوى التحكيم وعلى مستوى الفار وعلى مستوى تنظيم المسابقة وعلى مستوى اللوايح وعلى مستوى المكافئات وعلى مستوى الجماهير فالمجموعة اللي بتشتغل في رابطة الأندية بصراحة وبحسب الكواليس اللي بتجنة كمان الناس بتشتغل يومين وطول الوقت إنها تطور حقيقي يعني مايه عبر الهاتف الآن الدكتور شريف صالح عدو رابطة الأندية فاندم مشرف ومنور أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله بخير والله كل سنة وحضرتك طيب ونأمن إن شاء الله محترمة ومسابقة هادئة على المستوى الخاري ومسابقة مسيرة جدا على مستوى أرض الملعب إن شاء الله محترمة طيب وخير وإحنا نأمن زيك طبعا صعوبة الموسي للسنة دي الاحتفالات أو المباريات الدولية كثير جدا من مشاركات الدولية كثير جدا ففيه كده بجانب في هذا الموسي الحمد لله إحنا عاملين حسابنا ومساعدين له هيبقى فيه داكتر سوي لكن إن شاء الله يبقى خير يعني لا مهدى يا دكتور أنا هقول سؤال هسأل له حضرتك بشكل مباشر إحنا عشان الناس تبقى عارفة برضو عندنا التزامات بالجملة على مستوى المنتخبات والأندية الموسم دا موسم صعب جدا 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 فطبعا إحنا عارفين الجمل الشهيدة أنت أجلت لفلان لا ما أجلت ليش طب أنا مش هلعب لما فلان يلعب مبارياته ونخش في الجيم دا هل الكلام دا واسمع مرحباك من دلوقتي معمول حسابه ولا هنسيبها بظروفها الحمدل ما فيش حاجة عندنا مظروفة الحمدلله يمكن نبان من المسيبين اللي فاتوا احنا هبكون شغالين إزاي وان كانت فيه تأجيل في بفاقاتها بالحدود ومعنى قبلها والإن شاء الله برضو رغم التكاديثات الموجودة والإزحام الشديد في المطولات الخارجية لكن احنا عاملين حسابنا عليها إن شاء الله وحتى سبتين حاجات في اللايحة عشان محدش يعترض يبقى كل حاجة واضحة الحاجات بتبقى موجودة في اللايحة واضحة وكل حاجة وإحنا نيجي هناك يعلمين نقول والله الناس دي ماشي زي الفن يجي النادي الفلاني سين أو صاد يقولك يا دكتور شريف يا ربطة يا أندية احنا منلعب باسم مصر ومحتاجين لعبتنا وعندنا إصابات وغيابات إدونا تأجيل استثنائي وبنسمع الجمل دي طول الوقت والمشاحنات طول الوقت هل نوييني عندكم منقولنا في هذا الأمر هذا الكلام حصل لكن احنا ما وفقناش عليه احنا ما قدرين الكلام ده كله لكن احنا عاملين يعني مثلا في البطولات الأفريقية عاملين فرق المباريات لو هو بلعب محلي يبقى ثلاث سيار لو هو بلعب ده خارجي يبقى أربع سيار وكان الأول عاملين مباريات دور الثمانية تتأجل تتأجل في الصحفة بالتأجيل الوقت عشان نقدر نهي الموسم في نفس المواعيد لازم حتى دور الثمانية هي بقى برضو الثلاثة والأربعة سيارة بس عاملنا سيارة لنهاي ربطة ان شاء الله هتقرر حصل ظروف الفريق اللي هو يوصل له ووصل لنهاي ان شاء الله من اي من الفرقة المصرية هنقدر نقدر التأجيل وكل ده مكتوب في اللايحة ولو في أي تأجيلات خاصة في أي بطولات تانية مكتوب منحوظة اللي ده هيتأجل في الحدود كذا يعني كذبين في اللايحة حتى الحاجات اللي هي لسه مش موعدة مش معروفة ده يتعاق في الكثير العالم اللي ده لسه موعدة مش معروفة في الصبر في أفريقيا موعدة مش معروفة عاملينه ملحوظة في اللايحة عشان يبقى كل الناس عارفة ان التأجيلات هتمنزل عظيم جدا طيب دكتور شريف واحدة من أهم الحاجات اللي برضو بتصير الجدل دائما كل موسم موضوع التحكيم التحكيم بقى بسبب انه الحكام مدقيقين عشان مستحقاتهم ان احنا عندنا مشكلة في البار وتقنية البار هل الأمور دي بدأتوا تتعاملوا معاها وان شاء الله ما نشوفش المشاكل دي الموسم الجديد أولا التحكيم مش تابع للراب التحكيم تابع لاتحاد المصنى الكابتن محمد فاروق مبارح ده برئيس لجن الحكام قال لي انه رابط الانداية هي اللي هتبدأ تصرف مستحقات الحكام الفترة اللي جاية ده بحسب اتفاهم مستحقات الحكام بالنسبة لكسر راب ممكن لكن احنا لو هنتكلم على تنظيميا للتحكيم المسألة عندنا للتعاكل لكن احنا بننصق معهم ولو في أي ملحوظات او في أي توصيات بنجتمع معهم وكان لسه في قريب نابا حمد ديال بجتمع مع جمال علام مع رئيس لجن الحكام اجتمعوا عشان يشوفوا الثغارات الموجودة وهتتحل ازاي وفي مقترحات كويسة جدا لتقدمت وان شاء الله يتقصد كويس اذن الله بالنسبة لتحكيم طيب برضو الحاجات كده ما بتقال انه المعايير كتير ما بتبقاش واضحة بالنسبة للعقوبات يعني يقول لك التعاقبة اللعيب الفلاني بعقوبة واللعيب التاني دوت بعقوبة تانية او الإداري دوت او المدير الفني ده هل لقاحة العقوبات هذا الموسم ما تبقى واضحة وشفافة وصريحة للجميع والله العقوبات اصلا كانت واضحة لكن بيحنا كل موسم بنحاول نطور نغير نعلمنا شفنا ففي حاجات معينة ظهرت لنا ما كانتش يعني فعلا عملت لابس شوية وعملت حاجة بنعدل في اللايحة وزبطناها بحيث ان هو لو حصل اي خروج على النص حتى بخصوص الجماهير بس العيد ايه عنصر بنعصر اللعبة في اللايحة موجود نقدر نصرف ما عايز داي والعقوبة بتاعت قوي واضحة حيث ان ما فيش مجل التأدير فيها كتير صحيح طيب اهم سؤال وسائب انا للاخر موضوع الجماهير السيد احمد دياب النهارة حدث انه عشر تلاف مبدئين وممكن يزيدوا الفترة اللي جاية هل المحاولات اكثر واكثر انه العدد يزيد الفترة اللي جاية احنا دايما بنطلب من الامن استعى الكاملة للجماهير طبعا كان هو طبعا لهم النظرة هم اللي بيقدم طبعا احنا برضو طلبنا في كلام الموسم ده هم اعتقد انه فيه نية وتوجه لزيارة عدد جيء كثير حتى الان احنا معنا عشرة لكن اعتقد ان ان شاء الله ممكن قبل الدور كمان ما يبدأ فيه حاجة ازياد هنشوف ان شاء الله وعلى اخر الموسم ممكن نوصل للساعة الكاملة او موسم الساعة يبقى ده فيه تقدم كبير يعني ان شاء الله امتى هيتم اعلن موعد الجولة الاولى في الدور كالساعات يعني الموارات هتقوم الساعة كامة بإذن الله دكتور شريف صالح عدو رابطة الاندية المصرية بشكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه التوضيحات يا رب خير يا رب خير تعالوا نكمل هكلمنا على لقيحات قلب طولة بشكل عام اللي جاي ده بقى هو اهم حاجة ارجوك تسجل ورايا كتابة بقى تسجل فيديو تسجل زي ما انت تعوز تسجل واتلاقي الفيديو بعد كده بعد شوية على السوشي الماديا بس اللي جاي ده مهم جدا وتخليه عندك كمشجع كمتابع كإداري كمدرب كلاعب اي حد وهي لائحة العقوبات في الموسم الجديد حاجة يقولك ايه واش معنى ده اخد كده واش معنى ده اخد كده يلا بينا يلا بينا بص يا رب السورة تبقى واضحة لحضراتكم الطرد للحصول على انذرين هيبقى قاف مباراة واحدة ماشي الطرد لمنع هدف محقق او افساد فرصة للفريق افساد فرصة مش شايف بقى مكتوب ايه زمان يقولولي بس افساد فرصة يعني هتبقى اقاف مباراة واحدة اللاعب اللي هيحصل على ثلاثة انذرات في ثلاث مباريات مختلفة لأول مرة هياخد اقاف مباراة واحدة في حالة حصول احد الاجهزة الفنية والادارية والطبية على الانذار الثالث في ثلاث مباريات مختلفة اقاف مباراة واحدة وعشر تلاف جنيه ماشي الطرد للخشونة المتعمدة مع الخصم اثناء اللعب مباراة واحدة فقصبت رجلو تخطط ارض مباراة اقاف وعشر تلاف جنيه غرامة ضرب الخصم بدون كرة ثلاث مباريات وخمسة وعشرين الف جنيه غرامة اللي جاي ده مهم مهم قوي سلوك غير رياضي على احد عناصر اللعبة فيما عدى الحكام وتم طرد احد الاجهزة الفنية او الادارية او الطبية للاعتراض ولم يمتسل او كان فيه عدم امتسال هيبقى فيه اقاف مباراة واحدة لا الاول سلوك غير رياضي على احد عناصر اللعبة فيما عدى الحكام مباراتين وبعد كده طرد احد الاجهزة الفنية او الادارية او الطبية للاعتراض مباراة واحدة وعشر تلاف جنيه غرامة ماشي لاعتراض على قرارات الحكم او مساعدية او احد مسؤولي تنظيم المباراة اثناء وبين شوطيني المباراة واو بعد المباراة بصورة جماعية ده هيبقى غرامة خمسة وعشرين الف جنيه طالفين لما اللعبة كده بتروح ايه تتلمع الحكم بعد المباراة وبين الشوتين النادي هياخد غرامة خمسة وعشرين الف جنيه محاولة الاعتداء او قصر زجاجات الاخ على احد عناصر اللعبة فيما عدى الحكام هيبقى الاقاف ثلاث مباريات وعشرين الف جنيه ودلي جاية السب على احد عناصر اللعبة فيما عدى الحكام الكفر بقى مباريات وعرامة عشرين الف جنيه فعل فاضح اشارات مشينة مشينة وعلى احد عناصر اللعبة بما فيهم الحكام او احد مساعدية او احد مسؤولي تنظيم المباراة احنا منتكلم فيه انا مش شايف يا جماعة ساعدوني مش شايف الرقم ده بصراحة بقى كام رقم ان شاء الله حد ده يسمعنش ماشي سلوك غير رياضي اتجاه اي عنصر من عناصر اللعبة بما فيهم الحكام او احد مساعدية او احد مسؤولي تنظيم المباراة اربع مباريات الدفع باليد للحكام او احد مسؤولي تنظيم المباراة ثمانية مباريات السب او البسكة على الحكام او احد مساعدية او احد مسؤولي تنظيم المباراة ثمان مباريات ومئة ألف جنيه ناخد اللي بعده لاعتداء بالضرب على الحكم أو مساعدي أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة تمن شهور ومئتين ألف جنيتين لاعتداء بالضرب على الحكم أو أحد مسادي أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة تمن شهور ومئتين ألف جنيه نزول أحد اللاعبين الاحتياطيين او الاجهزة الفنية والادارية او الطبية ارض الملعب بدون اذن هيبقى مباراة واحدة اقاف وعشرين الفينيه غرامة في حالة اقتراب احد الاجهزة الفنية او احد اللاعبين من منطقة مواجهة الحالات على الشاشة اللي هو حاكم الفيديو يعني اللي هو الناس اللي بتروح تجري مع الحاكم تبص معاه على الحالة ده هياخد اقاف مباراة واحدة وخمس تلاف جنيه في حالة ارتكاب اي فعل من شأنه اصارة الجماهير اربع مباريات وامتين الف جنيه بعد كده اقوبات تانية نكتب فيها بالغرامات المالية عشان بس ما طولش عليكم هاي دي كل الاقوبات ابرازها يعني والباقي اقوبات خاصة بغرامات مالية نلتزم ببساطة شديد نلتزم نستمتع يا جماعة بلاش بقى الحاجات اللي تعارفين بره في اوروبا احنا نفرق كلها اللقات خلاصة يعني انا بتشخب عليك عارف زباك يقول لك ايه اه عم ده عنده ديش فبيفرج على مطشات اوروباية فاكر زباك كل الكلام ده احنا صغيرين كده باللوقات كلها نفرج على المطشات اللي بتحصل في اوروبا كلنا انا متشوفش تجاوزات مبالغ فيه اه ساعات فيه لعب بيعترد ساعات فيه لعب بياخد طرد ساعات فيه مدرب بيعترد بس حتى ده بحدود وحالات استثنائية تبقاش العادة بتاعتنا نلتزم على قد ما نقدر يعني نروح لأخبارنا ومصدر اكلنا في رقم عشرة المعلومة دي مهمة جدا والخبر ده مهم جدا وهو انفراد لرقم عشرة فركزوا معا جدا اتحاد الكرة استقر على الفترة من 26 ديسمبر الى 30 ديسمبر موعدا لإقامة بطولة كأس السوبر المصري الابطال في مدينة ابو ظبي الامراطية لأول مرة يتم الاعلان عن موعد هذه البطولة الآن البطولة هيشارك فيها طبعا النادي الاهلي بطل الدوري برامد الثاني الدوري وسيراميكا كيلوباترا بطل كأس الربطة وننتظر بطل كأس مصر عشان الرباعي يلعب خلال هذه الفترة بطولة كأس السوبر للأبطال هتبقى بعد بطولة كأس يعني لو الآن اللعب كأس العالم للأندية المباراة النهية ان شاء الله ان شاء الله هيبقى قدام 4 ايام ويشارك مباشرة في سوبر الأبطال ان شاء الله يعني بطولة دي حلوة فكرة انه يبقى عندك 4 فرق وتبقى الامور حلوة وتبقى الامور جميلة وان شاء الله تبقى منافسة حلوة في ابو ظبي دولة الكريم اللي بتصديف دايما البطلات المصرية بكل كرم النهاردة منتخابنا الأولمبي بيخلص استعداد او مش بيخلص يعني لعب مبراتين قدام المنتخب الروسي عمل مبرات النهاردة محترمة جدا وقدر يحول الخسارة ليفوز بهدفين وكاية الامور جيدة وانا متفائل جدا بمكالي متفائل جدا بمجموعة اللاعبين المتواجدين ان شاء الله بإذن الله نعمل شيء جيد جدا فيه الولمبيات نساند وندعب ونديله بس نديله المساح عجبني انا اتحاد الكورة بصراحة وتاني كل ما لايق حاجة أشيد بيها باتحاد الكورة أشيد انك بتدي مواعيد لمكالي انه يشتغل تدي مواعيد لفيتوريا انه يشتغل عشان نعرف نحاسب الناس دي ما انه اللي همشي خش فيه النار على طول وبعد كده نقوله انت غلطان ده الهدف الأول منتخب الروسي من ضربة جزاء مباراة لطيفة استعدادية يعني بتبص فيها على العيبة بتحط فيها القوام بتاعك بتبص على العيبة جديدة فشيء جيد وزي ما قلت لكم مكالي مدرب كبير مدرب كبير جدا كمان يعني انا متفائل جدا بالولمبيات ان شاء الله نعمل حاجة فيها كويسة وليه لأ ما ناخدش الميدال يعني ده الهدف الأول للمنتخب الوطني لسا احنا بنعيد الهدف في الأول وده الهدف التاني لمنتخبنا الوطن زي ما قلت لكم الاهم بالنسبة لي في المباراة دا ان احنا ان شاء الله باذن الله باذن الله نستعد بشكل جيد للولمبيات دايما اتحاد الكورة يستنى اي فرصة ويستنى اي مساحة انه يدي للمنتخب الولمبي طيب ده فيما يخص منتخبنا الوطن الولمبي نروح لأخبار النادي الاهلي طيب زي ما قلت لكم فيما يخص اخبار النادي الاهلي فمودست خلاص موجود في الكاهرة النهاردة الناس جابوه بقى في المطار وسوره في ارض الملعب وسوره وبياخد جلسة التصوير ونهاردة مارسي كولر قعد عمل جلسة يعني مع مودست مهاجم الفريق الجديد بعد ساعات من وصوله مباشرة الى الكاهرة وكانت الجلسة للحديث عن المرحلة اللي جاية للفريق والترتيب لها ومصدر اللي لنا فيه رقم 10 ان مارسي كولر مش ميال اوي انه يبدأ بمودست اساسي فيه مباراة السوبر اللي جاية بس ممكن يبقى موجود مع الفريق على الدكة لو الاهلي انهى امور الكيد بتاعته وكذا كده الاهلي لازم ينهي الكيد بتاعته قبل يوم الاربع القادم هو حاليا بيسكن فيه شقة قريبة من النادي والفترة اللي جاية ممكن يتنال لفندق قريب ايضا من مقر النادي الاهلي يعني ان شاء الله نتوسم فيه خير مع النادي الاهلي بإذن الله مهاجم سيفي رائع جدا سيفي رائع جدا والجدل عليه كان كتير بس الاهم في الملعب يبقى مهاجم كويس ده اهم حاجة نادي الاهلي النهاردة لعب مباراة ودية قدام طلع الجيش وفاز بهدف دون رد فيه المباراة الودية اللي اقيمت بينهما اليوم الاثنين سعادا للموسم الجديد سجل هدف النادي الاهلي مروان عطية من ركلة جزاء في الوقت لاهضر فيه رضا سليم ركلة جزاء رضا سليم الوافد الجديد للنادي الاهلي في المقابل مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي تصدى لركلة جزاء من فريق تضاقع الجيش هايل هايل كل بيستعد كل بيشتغل عشان نشوف فرق قوية جدا الموسم اللي جاي سواء اهلي بقى زمالك اسماعيلي بيراميدز فيه تشار التحاد كل الفرق كل الفرق يعني بدون ما ننسى اسمها يعني لقى اللي بكرة مسافر السعودية خلاص لخوض مباراة السوبر أمام التحاد العاصمة الجمعة اللي جاية مارسي كولر قرر يستحب كل اللاعبين تحديدا كمان السناء المصاب عمر السلية وياسر إبراهيم خلال الرحلة عشان تكون عملية تأهلهم تحت إشرافه وكمان عشان لو الأهلي قدر له الفوز بالبطولة ان شاء الله يكونوا هم كمان بيتم تكريمهم في هذه المواجهة طيب منذ لحظات منذ ثواني قضية النادي الأهلي أعلن رسميا عن صفقة مودست قولي يا جماعة النادي الأهلي أعلن القولي للأهلي أعلن موسم ولا موسمين وهو كلام كله كان أعلن موسمين أنا مش عارف زي ما يسمعيني هو موسم ولا موسمين قولولي يعني لو موسم أو موسمين حسب ما النادي الأهلي أعلن رسميا على البيانة الرسمية هو لسه الأهلي ما أعلنش عن الفترة بس حسب معلومات ان هو موسمين زي ما قلت لكم من بارح موسم أول على حسب الموسم الأول ونسبة المشاركات ونسبة الأهداف هيبقى بعدها نشوف هيحصل إيه يعني نشوف هيحصل إيه هل يجدد تلقائد الموسم التاني ولا يكتفوا بيه الموسم الأول موسم وحيد ده اللي هنعرفه ونشوفه على حسم مستوى اللاعب إن شاء الله طيب معي عبر سكايب الآن واحد مهم جدا مدرب مهم جدا اشتغل في فالنسيا واشتغل في ريال بتيس وكان مرشح جدا إنه يشتغل مع أخوان كلوس أخوان كلوس مدرب نادي الزمالك هيبقى معايا بس هنروح لفاصل وبعد الفاصل نقضه على طول خليكم معنا عشان هو عنده كلام مهم جدا خليكم معنا يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى زي ما تقولكم بيدرو جوميز كرامونا ده واحد من المدربين الكبار في أوروبا اشتغل في فالنسيا اشتغل في ريال بتيس ويشتغل في المنطقة العربية وكان مرشح جدا إنه يشتغل مع أخوان كلوس أسوريو مدير الفن لي نادي الزمالك معايا عبر سكايب الآن افادي مشرفني ونورني على تلفزيون مصري برنامج رقم عشر بداية لازم اسألك انت كنت اسمت رضد كثيرا في الإعلام المصري حول اقترابك من العمل مع نادي الزمالك مساعدا لخوان كلوس أسوريو المدرب الفريق لماذا تعطلت هذا الانتقال إلى نادي الزمالك ببساطة لم يكتمل التعاقد هذا كان أحد الاختيارات أنا كنت أحد الاختيارات وفي النهاية قرر أسوريو اختيار مدر المساعد آخر هل تواصل معك وقتها أي شخص من نادي الزمالك أي إدارة أو أي مسؤول في نادي الزمالك في الحقيقة لا التواصل بشكل مباشر كان مع أسوريو وكل المناقشات كانت بين كارمونا وبيني أنا شخصيا كانت بين أسوريو معذرة في الفترة دي هل درست نادي الزمالك شهادت نادي الزمالك تعرفت على نادي الزمالك تحسبا للانضمام إليه؟ في الحقيقة كنت أتابع نادي الزمالك عن كرب بشكل خاص والدوري المصري بشكل عام بالطبع لا يتسنى لي رؤية جميع المباريات ولكن بلا شك تبعت الزمالك وكذلك أندية أخرى من الدوري المصري على ضوء مشاهدتك للدوري المصري الموسم الماضي ونحن نستعد لانطلاق الموسم الجديد كيف ترى قوة الدوري المصري؟ أعتقد أن الدوري المصري دائما مسير للانتباه هو أحد الدوريات القوية أو من أقوى الدوريات في أفريقيا وكذلك يحتوي على أقوى أندية على مستوى الأفريقي الأهلي والزمالك وبيراميد فرق قوية ولعبين كذلك نجوم كبر ودائما ما نشاهد أندية مصرية في المنافسات الأفريقية كذلك الدوري مصري دوري قوي وفي حالة العمل والاجتهاد يمكن أن يحرز نتائج أكبر في المستقبل طيب كنت اشتغلت فيها المنطقة العربية كيف ترى التطور اللي بيحصل فيها الدوري السعودي وانتداب عدد كبير من اللاعبين المميزين والأسماء الكبيرة أسماء الصف الأول في أوروبا هل تتوقع دوري يستمر على هذا النهج في الفترات القادمة أم هي فترة استثنائية؟ حسنا مع الوقت سنشاهد هذا يعني الوقت سيكشف عن جواب هذا السؤال في البداية في البداية لا شك أنهم يقومون باستثمار كبير وعمل كبير لكي يحظوا بدوري عالي التنافسية في البداية أعتقد أنه يجب عليهم أيضا الاهتمام بقطاعات أخرى وليس فقط التعاقد مع لعبين كذلك الأطقم والمدربين وأخصائيين العلاج الطبيعي والأطقم الطبية أيضا يجب الاهتمام بعزيل الجوانب لكي يتسنى للعبين الأوروبيين أن يحظوا بمناخك الذي يجدونه في أوروبا الآن نشاهد نجوم كبار في الدوري السعودي ويتوقع أن نشاهد نجوم آخرين وقد ينتقل الدوري السعودي إلى المستوى العالمي قريبا هل مع قرار محمد صلاح بالبقاء في ليفربول هذا الموسم أم كنت مع انتقاله إلى الدوري السعودي تحديدا فريق التحاجد أعتقد أن هذا قرار شخصي كل اللاعب على دراية بمستوى وكذلك كل اللاعب أدرى باتخاذ القرار المناسب شاهدنا لعبين صغار وشبان وقابلوا بالانتقال ولكن لعبين آخرين في سن أكبر أعتقد أن محمد صلاح اتخذ هذا القرار ولو كامل الحق وربما يرى أن لديه مستقبل أكثر في أوروبا حيث أنه فقط يتبقى لديه حوالي أربع أو خمس أعوام في الاحتراف ربما ينتقل إلى دوري آخر أو نادي آخر وربما يقرر العودة لمصر كما قرر سيرجيو الراموس بعد العودة إلى إسبانيا إلى سيبيا في النهاية القرارات هذه تختلف باختلاف اللاعبين وعقلياتهم ولكن حين يتبقى لديك القليل ربما يؤثر ذلك بشكل كبير على قرارك وأعتقد أن لدي صلاح الكثير من الخيارات أخيرا وعودة لنادي الزمالك هل تتوقع نجاح لأسوريو هذا الموسم مع نادي الزمالك ولو تطلب منك مرة أخرى التواجد مع نادي الزمالك في جهاز أسوريو ستقبل أم لا كما ذكرت سأتشرف بالتدريب الزمالك إذا تسنت لي الفرصة هو أحد الأندية التاريخية والكبرى في مصر وفروكي حيث أنه لا يوجد عرض فأنا لا أستطيع القرار حاليا ولكن سيسعدني العمل في نادي الزمالك هذه إجابتي بيدرو جوميز كارمونا مدرب فالنسيا وريال مدريد بتيس السابق اللي كان مرشح للعمل مع أسوريو في نادي الزمالك أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة طيب بما أننا تكلمنا عن الزمالك فنروح نتكلم عن أخبار الزمالك طيب نبدأ بأخبار نادي الزمالك وفيما يخص أحمد فتوح فمصدر في نادي الزمالك اللي أن أحمد فتوح تلقى عرضيين من أحد الأندية الإماراتية في الساعات الماضية مقابل مليوني دولار إدارة نادي الزمالك رفضت العرض تماما أو حتى مناقشة العرض وقررت عدم رحيل فتوح لأهميته طبعا بالنسبة للفريق الفترة القادمة علما أن القيد ما زال مفتوحا فيها الدوري الإماراتي وهيتقفل يوم 21 سبتمبر يعني بعدين بأسبوع تقريبا ماشي نهاردة نادي الزمالك كان بيلعم مع سيراميكا كليوباترا وديا وسيراميكا كليوباترا فاز على الزمالك 3-0 مباراة ودية كانت النهاردة استعدادا للموسم الجديد سجل أهداف سيراميكا كليوباترا محمد توني ومحمد إبراهيم والعائد لسيراميكا كليوباترا من الأعرى جون إبوكا هو منازبة جون إبوكا فنادي الزمالك بيفكر في جون إبوكا وشايف أنه ممكن يتعايد معاه في يناير فطلبوا عبر وسطاء من جون إبوكا أنه ما يوقعش لأي نادي في الفترة الأخيرة قبل أغلق باب الانتقالات تحسبا لضم اللاعب في يناير القادم كمان أخوان كالوس أسوريو الموديل الفني لنادي الزمالك رفض تماما فكرة اتباع سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى بالفريق وقرر الاعتماد على الحارس محمد صبحي في الموسم الجديد ومحمد عوال هيكون الحارس الثاني يعني فكرة أنه ده العمط شين ده العمط شين لأ هو محمد الصبحي الحارس الأساسي للفريق وأنا بصراحة من هؤلاء الناس اللي بترفض تماما فكرة أنه الحارس يتم فيه التدوير يعني حتى اللي فكر كده قبل كده ده أنا في رأي دي بدعة يعني اللي هو لأ حارس المرمى ما بتغيرش إلا لو إصابة إلا لو هبوط مستوى كبير في عدم مباريات متتالية لكن تدخل حارس وتخرج وتدخل حارس تاني وتخرج كل شوية ده ما بيحصلش في مركز حراسة المرمى في العالم كله آه ممكن التدوير ده يحصل في إيه إنه فيه مدربين يقولك أنا عندي حارس هيلعب الدوري والمباريات الكبيرة وفي حارس تاني هو الحارس تاني ممكن يلعب مباريات الكاس مثلا فيه ناس بتفكر كده يعني يديله بطولة يقوله دي بتاعتك وده بقى من أولها الأخيرة لكن فاكرة إنك مطش ومطش لا مستحيل حصلت قبل كده في بعض الأندية زمان بس ما ينفعش يحصل أصلا يعني دي مش حاجة منطقية يعني طيب واحد من الفرق اللي إن شاء الله نتوسم فيهم الخير هذا الموسم يتخطى كل المشاكل والصعوبات هذا الموسم بالتأكيد الفريق الكبير النادي الإسماعيلي الإسماعيلي عنده أول مباراة في الدوري هتكون قدام نادي زد اللي عامل تدعمات قوية وكبيرة جدا والإسماعيلي يأمل مع الكابتن إيهاب جلال وجهازه المعاون أن يظهر بصورة مغيرة عن المواسم الماضية متخطيا عدد لا بأس به من المشاكل اللي ما زالت قائمة بالمناسبة يعني ستتصور أن الجهاز الفني الحالي للنادي الإسماعيلي يقدر يتعامل مع هذه الأمور واحد من الأسماء المحترمة في هذا الجهاز الفني المحترم هو الكابتن الكبير كابتن حمد إبراهيم المدرب العام لإسماعيلي معي عبر الهاتف الآن كابتن حمد مشرف ومنور مبسوط وسعيد أن أنت موجود معنا حبيبا كريم أنا وفائلا بي اجتحياتي لك وحشني جدا وحشني جدا كابتن حمد مهمة يا ربي خليك مهمة كبيرة وصقيلة جدا للنادي الإسماعيلي هذا الموسم تحديدا وسط أمال كثيرة كبيرة من جميع الإسماعيلي أنه ما يتكررش اللي حصل للمسلمين اللي فاتوا رغم أنه إحنا عارفين أنه لسه فيه كثير من المشاكل قائمة في النادي الإسماعيلي إزاي استعدتوا بقى للموسم ده وإزاي هتتعاملوا مع كل هذه الظروفة كابتن حمد والله يا كريم إذا لو تبقى ماشي في النادي بحجم النادي اللي سعيد وأنت متحمل مسؤولية النادي كبير وجمهات كبيرة ودي حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا عاملين حسابها زي ما قلت قبل كده احنا مش هنبصوا على مسؤولات تاريين بقى الحاجات اللي فيها إيجابية والحاجات اللي تبدي تواسع كبير عن اللعيبة ده اللي احنا تكلمنا فيه مع اللعيبة والحمد لله يعني من يوم ما جاء مجلس الوزارة الوحادي أبو الحسن ومجلس الوزارة فالأمور ماشي بشكل جدا وجود الكابتن علي والكابتن هماد بعد كابتن يخلي فيه تمؤنينة شوية الأمور اللي تبقى الصوت لو نريده لكابتن حمد نقى في مكان في الشبكة بس عشان الصوت بيعط لو تسمح أنا بقول الحاجات الأمور موجود للمجلس الوحادي مع وجود كابتن علي وكابتن عماد مع كابتن إيهاد في إدارة إدارة الكورة في نادي الإسماعيلي دي بكتدي بس رياحية بكتدي تمؤنين للعيبة هيظل أن أنت عندك بس هو القيد موقوف وده أمر واقع موجود جوالنادي وده اللي احنا نتعامل دي مع اللعيبة واللي لازم تدي دي ده واسع للعيبة والأمور تمشي في الشكل اللي المفهوض تمشي دي نلعب في نادي كبير لازم هيبقى عندك ده واسع وإن شاء الله بإذن الله يا كريم الأمور تمشي إذا نحن عايزين وتبقى الأمور ماشية في الجهة اللي احنا عاقين إن شاء الله واللي يتمنى جمهور النادي الإسماعيلي إن شاء الله طيب عظيمة كابتن حمد النهاردة أنت عندك مواجهة بحسب كرة الدول الممتاز مواجهة كبيرة أمام فريق زيد عنده صفقات للأسف الإسماعيلي ما قدرش يعمل صفقات هذا الموسم بسبب إقاف القيد شايف المواجهة الأولى أمام زيد هتكون عاملة إزاي أكيد هتبقى مواجهة جديرة ومواجهة صعبة نادي زيد من الفرق اللي عاملة صفقات بشكل جديد جدا عنده جهاز مستقر من الموسم اللي فاتت كابتن مجدى العاضي فأكيد هيتديله طبعا بتديله دي نوع من أنواع الإريحية لكن أنا زي ما بقول لك أنا مش هنبص لأن أنا ما كنتش ببص عن قرعة إحنا هنلاعب مين أجل ما ببص إن شاء الله الفرقة اللي هتيجي هنقع هنشتغل مع أي فرقة في الدورة في الثمانتاشر لما كنتش عارف إن أنا هلاعب زدقة وأي حد من الفين لكن أنا مهيق لعيبة بتاعت إننا إحنا أي فرقة إن شاء الله هتيجي هنلاعبها إن شاء الله ونقدر نشتغل معها إن شاء الله بشكل اليوناتبها والشكل اليوناتب نحن بقى في الناحية التنية سأقول طبعا مواجهة تبقى مواجهة صعبة جدا إن شاء الله بإذن الله يكون اللعيبة أدها ويا رب نقدر نعمل الحاجة زي ما بقول لك الكريم اللي تطم من جمهور النادي الإسماعيلي جمهور كبير جمهور محب جدا للنادي بتاعه ويا رب إن شاء الله يبقى سيزون كويس بينا وسيزون يبقى كويس جماهير إن شاء الله ونخرج من الحالة اللي كان فيها الناجي الإسماعيلي يقاله تلسين إن شاء الله يا رب أنا بقول إن ثقاتنا في ربنا كبيرة جدا وثقاتنا في اللعيبة وإن شاء الله نعمل الحاجة اللي النادي يتمنها عدد من اللعبين رحلوا عن الفريق وما فيش قيد فما فيش لعبين جدد ماذا عن الشباب والناشئين وتصعيد لعبين جدد متطمن لمجموعة الشباب أنا عرفت إن أنتم طلعتوا عدد من الشباب إنه يبقوا موجودين في قوام الفريق الفترة اللي جاية تتطمن جميل إسماعيلي وتتفاقل بيهم طبعا طبعا إن شاء الله بإذن الله عندنا مجموعة من المجموعة في الشباب مجموعة كويسة جدا اللعيبة كويسة جدا لكن هيظل حاجة واحدة كريم هو توفيق ربنا في البداية أنا بقول دايما البداية كريم اللي أنت الفرقة بيحفظها تحديث ومع المجموعة القديمة اللي عندنا من اللعيبة الكبار فلما يحصل الاندماج واحدة للتجانس بين الاثنين توفيق ربنا دا وتخلي اللعيبة تبقى متطمنة إن شاء الله يا كريم وده اللي أنا بقول إن شاء الله بإذن الله تبقى الأمور ماشية في الشكل اللي إحنا عايزينه والنتايج زي ما إحنا عايزين دي هاتفت طمعنا وتخلي اللعيبة تلعب براحتها إن شاء الله ويا رب يطلع الشكل زي ما إحنا متأكدين إن شاء الله إن ده يعني هيخلين إحنا في الشكل الفني اللي ريحنا إحنا كريم بإذن الله طب بمنازمة البدايات ما كنتش حابب إنك تبقى مواجهتك مع النادي الآية تبقى في الجولة التالتة على طول لا بقى ما أخد بالك النادي الإسماعيل كريم كل بقى لنا ثلاث سنين بياخد النادي الأهلي ثلاث سنين بياخد النادي الأهلي في أول مباراة آه فأنت النادي الأهلي يجيها ثلاث مباراة أنا بقول لك إنت عندك 18 فرقة في الدوري فهيظل يا كريم 18 إنت كنت ممكن تقابل أي فرقة فيهم صح طبعا كل الأنبياء مشترمة طبعا النادي الأهلي طبعا على النادي الأنبياء الكبيرة نادي الزمال كل الأنبياء مش عايزة انسى حد لكن أنا بقول إن إنت 18 فرقة فكنت ممكن تقابل أي فرقة ما كنتش تعرف لكن في الأول وفي الآخر أنت بس أنت كمدرب وجهاز فني ولعبين زي ما أنت كنت بتقول لي كده بتبقى عايز مواجهات تدريجية عشان تتطمن في البداية وتبقى الأمور جيدة وتحط القوان بتاعك والشباب أشكاس عالتك على الأهلي تحديدا بما أنه حامل الله والله يا كريم أنا بقول لك كنا متوقعين أي فرقة في التمنتاشر أي فرقة يعني زي ما بقول لك لأن أنت عندك البداية دية طبعا أنك أنت يجي لك مواجهات مدرجة شوية لكن في الأول وفي الآخر أي فرقة كانت هيجيكم إن شاء الله نشوف الشكل اليناسي بالكلام دوت ونقدر نحاول لكن أنا بقول لك أنك أنت العقيبة تبقى منطمنة ده الصيخة بقى اللي احنا من أنه يبقى نفدق نفسه ويعمل الحاجة اللي احنا بنقوله عليها في الشكل الفني هتفرق كتير جدا يا كريم إن شاء الله بإذن الله كابتن حمد لما وافقته على تولي مهمة الإسمايلي في الظروف الصعبة دي كنت عارفين إنه هيبقى فيه إيقاف كيد أو إيقاف الكيد مش هيترفع ولا تفاجئته طبعا طبعا لأنه كابتن حمد طبعا بصص على الفرقة من الفترة كبتن حمد ويمكن لما جاء الناس يكلموا مع كابتن حمد مباشر الراجل ما ترددش لأنه أنت عارف فيه أوقات كده النادي بتاعك ببقى طلبك أو النادي بتاعك يتكلم معك فيه أوقات ما تقدرش تقول لا لكن الأمور إن شاء الله تمشي زي ما بقولك كريم برضا أنا مش عايزة أقف عند الحيثة دي ده أمر وقع موجود وده اللي أنا بقولك إن اللعبة بس تبقى مصدقة شوية اللي هي فيها وإن شاء الله بالنواحل سنية بإذن الله وتعمل بس الكلام اللي هيتقال لها إن شاء الله كل التوفيق كابتن كبير كابتن حمد إبراهيم المدرب العام بالنادي الإسماعيلي بشكرك شكرا جزيلا وبالتأكيد كلنا نتمنى الإسماعيلي حال أفضل ده الإسماعيلي يا جماعة إسماعيلي اللي طلع عظماء في كرة القدم المصرية وأسماء كبيرة وتاريخية الإسماعيلي ثالث الأهلي والزمالك دائما هو اللي بينافس هو اللي موجود في المكانة والمقدمة بقاله ثلاث سنين يعاني جدا يعاني بأخطاء إدادية أخطاء فنية أخطاء على مستوى اقتدارات اللاعبين أحيانا عدم توفيق تفاصيل كثيرة 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 وجمهور الإسماعيلي فعلا عانى كثيرا مع فريقه الفترة الماضية نأمل إن شاء الله إن الأمور تتحسن مع الموسم الجديد مع جهاز فني محترم بقيدة كابتن إهاب جلال بعد الفاصل هشرفني وين نورني كابتن الكبير كابتن محمد يوسف المدير الفن الأصبق ليه النادي الأهلي خليكم معا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى شرفني وين نورني الكابتن الكبير كابتن محمد يوسف المدير الفن الأصبق للنادي الأهلي دايما بقى سعيد وفرحان وفصوط إن هو يبقى معايا ضيف في رقم عشرة كابتن يوسف منور الدنيا وحشني جدا حبيبي يا أخوي أو حبيبي وصحبي ويعني ببقى محسوط إن أنا معاك والله الله يغالي علي دايما يعني دايما متفوق دايما مميز يا ربي خليها كاته سواء في الإعلام أو في قصدي في الصحافة أو لما عشاه شباب عشان أنت معايا من زمان جايبنا من تحت من 2012 من زمان 11 سنة طبعا طبعا أخبار حالك كله بخير دعا نبدأ الأول بالدوري بما إن النهارده كان قرية الدوري المصري الممتاز ونهارده كنت بتكلم على أمنيات نفسي شوفها في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد عشان نشوف حاجة إن شاء الله تبقى أقرب للمثالية مش هيبقى مثالية بس أقرب للمثالية نفسك تشوف إيه في الدوري الجديد نفسك تشوف إيه مشاكل مش عايز تبقى موجودة نفسك تشوف إيه إضافات نفسك تبقى موجودة طيب خلينا نتكلم نفسي أشوف إيه نفسي أشوف موعيد مباريات ما تتأجلش حلو يعني لما إحنا النهارده وإحنا عادين النهارده نقدر نقول مثلا إن مباراة نادي خلينا ناخد مثلا مثال المقاولين هيلاعب البنك الأهلي في الأسبوع الخمسة وعشرين ولا السبعة وعشرين يوم كذا صح فدي نفسي إنها تكون موجودة حيل ما يبقاش فيه مؤجلات يبقى فيه نظام على الأندية كلها ويبقى فيه مراعاة طبعا للأندية الأربعة اللي بيلعبوا بطلالات أفريقية وبيمثلوا مصر سواء الزمالك وفيوتشر في كونفيدرالية أو الأهلي وفيرمز في أبطار طب قبل ما أكمل أمنياتك أنا بس النقطة دي دايما عندي خلاف عليها وأشوف رأيك فيها إيه وأنت كنت راجل بتضرب الأهلي وكان عندك نفس المعاناة يجي الأهلي يبقى عايز يأجل مباراة عشان عنده مباراة نهاية يكون مثلا عنده أسبوع أجازة أو خمس ستة أيام أجازة فيقولك لا بس أنا عايز أجل تاني أو عايز فترة أزل من كده وأنا بمثل مصر الزمالك يهي نفس الأمر أنا عايز فترة زادة عشانا بمثل مصر دايما الجملة المشهورة كلنا بتتقال يعني دايما الأهلي والزمالك بيمثلوا وفعلهم وبيمثلوا مصر بس بيبقى عايزين تعجيل كتير لأ هو أنا النهاردة في ظل في ظل الموضوع تطور أوه يا كريم يعني خلينا نتكلم على الأهلي بتسافر سفريات وكلها دلوقتي بتغيرة خاصة صح وبالتالي زمان كنت بتسافر 24 ساعة زمان كان بيبقى عندك مطش مثلا يوم الحد بتسافر من يوم الاتنين يعني بتسافر قبلها بستة أيام صح لأن انت بتاخد يوم أو يوم ونص في السفر وبعد كده وعبل ما توصل وتريح التمرين وكده لكن انت النهاردة لو انت مباراتك يوم السبت أو الحد بتسافر يوم الخميس صح تروح بتتمرن تمرينة أو اتنين وتلعب المباراة وبعد المباراة على طوب بتاخد التهارة بتاعتك وتانك راجع صح فاللي أنا عايز أقوله إن أسبوع كتير يعني الناضي الأهلي ناضي الزمالك ناضي بيرامدز ناضي فيوتشار الاربع عندية أنا شايف كفاية قوي ثلاثة أيام بعد المباراة يعني أنا لعبت يوم الحد مثلا لو لعبت الحد بره ملعبي ممكن نلعب الاربع مثلا يبقى أنا عندي اتنين وثلاث راحة الاربع حتى ممكن لو اديته اتنين وثلاثة واربع يلعب الخميس مثلا خلاص إذا وصل نهائي يعني لو مثلا أهلي في السنوات اللي فاتت يمكن على مدار آخر أربع نسخ وصل ثلاثة نهائي صح ففي الحالة دي ممكن اديله أسبوع بس ده ده ايه هو أصل احنا مشكلتنا في المؤجلات إنه هو مش مرة أو مش أسبوع واحد بس المؤجلات بتحصل كتير أيوه المؤجلات بتحصل بسبب حتى يعني حاجات بعيدة عن الأهل والزمالك احنا قعدنا الدوري اللي فات ده فيه فترات طويلة قوي كنا بنقعد أنا ببص ما فيش أي ارتباطات دولية ولا أي ارتباطات أفريقية صح وبص ليه 17 يوم ما بتلعبش فيهم دوري طب ليه السبب يا دمعة يعني إحنا ليه عادي يعني فيه إيه وقدين أجازة بدنا رايح شوية يعني كده ناخد نفسنا وفي النهاية خلصنا الدوري واحد أغسطس متأخر عشان كمان لأهلي كمان لعب بعض المباريات كتير طيب نيجي بقى برضو أنا لسه في كسة المؤجلات عشان دي بتفرق معايا جد انت كمدرب لفريق لما ييجي حد يقولك كابتن يوسف مش أهلي وزمالك بقى انت مش بتضرب فرقة وزمالك بتضرب مثلا فرقة في منتصف الجدوار أو فرقة من اللي بنفسه في المربع الزهبي ويحد يقولك معايش كابتن محمد انت عندك مطش بعد 4 ايام احنا عطينا لك مطش بعد 4 ايام مش كربت انت الحاجات دي أو عدت عليك انا أو شفتها حتى بتعدي اه طب بتعدي بتعدي ووقات بيحصل تغيير كمان في الموعيد يعني غير الأيام والموعيد اشترح بقى للناس دي صعوبتها ايه عشان ناس بفاكرة تقولك ايه عم اقلو لك قبلها بربع خمس ايام احنا غيرنا لك مطش ايام مشكلة انت عامل أزمة ليه لا هي هي انت خلي بالك دي مش حاجة سهلة ايوة سهلة ليه بقى مش حاجة سهلة لان اولا انت تغييري اليوم ده بيفرق معاك على المطش اللي بعده صحيح دي رقم واحد صحيح رقم اتنين بيفرق معاك في الحجزات بتاعتك رقم ثلاثة بيفرق معاك في الاحمال اللي انت بتشتغل بيها في الترتيبات بتاعتك لو انت كنت عامل مباراة ودية وبعدين فاهم ان انت هتلعب يوم كذا وبعدين بصيت لقيت المطش تأجل تلات اربع تيام طب ما انا كنت أجلت بقى المباراة الودية دي لان انت بتيجي تعمل المباراة بتاعتك بتاخد كاونت داون بتشوف انا هلعب انت رسمي وبعدين ارجع عامل الجدول بتاعي والبروجرام بتاعي فلما بيجي انت المعهد المباراة الرسميه دا بيتأجل تلات اربع تيام او يجي قبلها بتلعب يقولك انت هتلعب مثلا يوم كذا دي مش يعني بتبرج للدنيا صحيح صحيح كمان اداريا بتبواصلك حجوزاتك لان انت عارف طبعا الاداريين بيحجزوا الفنادق وبيحجزوا الارتباطات كلها وكان عنده طبيقة يعني حاجات كتيرة الناس بتفتكير بسيط طيب انت قلتني من الحاجات اللي انت مش قاس شوفها الموسم اللي جايه موضوع المؤجلات الكثيرة الحاجة التانية انا برضو يعني بناشد الادارات ايوا بناشد الادارات احنا النهاردة عندنا 18 نادي 18 نادي دول زي الاندية في اروبا كريم 18 نادي ما بيخشوش يلعبوا على المربع كلهم فيه اندية بتلعب على بطولة صحيح فيه اندية بتلعب على مركز صحيح يقولك انا عايزة ألعب أفريق وفيه اندية بتلعب على ان انا ابقى مثلا في الستة الاوائل او السبعة الاوائل صح وفيه اندية يقولك انا عايزة ابقى في الدور المنتاز بالزل ده طموحي خلاص وفيه اندية عايزة تسوق عايزة عايزة تبيع يعني يقولك انا السنة دي عايز بنهاية الموسم ابيع تنة اربعة لعيبة بارقام صحيح فهم قصلي زي صحيح انا نفس الاندية تحط تارجتس مختلفة اه الادارات حط تارجتس مختلفة صح ليه لان انا فيه اندية مع الاندية تتعاقد مع مدربين انت بص تلاقيه هو عايز يخش المربع طب انت عايز تخش المربع الاربع الاوائل او عايز مثلا تبقى في السبعة الاوائل صح طب تعال نشوف الورق اللي احنا جايبينه بقى الامكانيات اللعيبة الدنيا صعب الامكانيات ممكن متخلاكش تاعب دول الممتازة ما تلاقيهش ما تلاقيهش لعيبة انت تعقداتك ما فيش تعقدات الكاتيجوري اللي انت بتجيب فيه اللعيبة كاتيجوري محدود صح فيه ناس بتشتري اكتر منك صح فيه ناس بتدفع على اكتر منك فبيضطر اللعيب يروح له صح والوكيل بتاع اللعيب بياخده وديك في نفس الوقت هو بيطالبك دايما انك تكسب انت كمدرب فيقولك بعدتها تاربع مصرات يقولك معلش انت مش موفق والحظ مش معاك فهنغير المدربين مضبوط فاللي انا عايز اقوله ايه اللي انا ده انت مسلا نهاردة ممكن يبقى عندك تارجت تقول لي انا عايز اععد في الدور الممتاز بس عايز في نهاية السنة ابيع مسلا اربع خمس لعيبة حلو ابيعهم او ما اجيب مصاريف اللي انا صرفتها مسلا خلال الموسم او اجيب مثلا خمسين في المئة من مصاريف اللي انا صرفتها فانت تبدأ كمدرب بقى تطلع لعيبة صغيرة بص بقى مش شرط لعيبة صغيرة اه حتى ممكن اجيب لعيبة مثلا من الممتاز به اه يتلمعوا يتطوروا تقدر تشتغل عليهم تطور من مستواهم تطور من من المستوى البدني بتاعهم من المستوى التكتيك بتاعهم هاي يبدأوا يتباعهم هاي يبدأوا يجي لهم عروض هاي وهكذا مش شرط يبقى صغيرين ممكن يبقى عنده خمسة عشرين سنة ستة عشرين سنة بس بس يتباع صحيح بل انا عايز اقوله ان فيه اهداف كتيرة هل انت عايز تلعب افريقيا عايز تبيع عايز تقدم كرة كويسة ويتقال ان انت بتلعب كرة كويسة والكرة كويسة دي هتجيب لك نتايج بس طبعا لازم نصبر عليها مصبوط لازم تصبر لان انت النهاردة فرقة الكرة دي عشان تعمل لها انسجام وتعمل لها شغل ويبدأوا اللعيبة دي تحفظ بعضها ويشتغلوا محتاجة على الاقل على الاقل من ثلاثة لاربعة شهر فيهم قصدي ازاي طبعا الحاجات دي كلها نفس الادراط تبقى عارفة انا بجيب المدرب ده عشان يعمل لي كذا المدرب ده عشان هيعمل لي كذا المدرب ده بيعرف يعمل دي تحصل انك تحط معايير وتختارها على اساسها معايير وتختارها على اساسها يعني مثلا ايه كابتن محمد يوسف والله يلقى الديني انا مثلا فرقة فيها تشكيلها محترمة لنفسلك على الدولة او مربع زهبي تمام فيه مدرب تاني انت جايبه عشان ده اللي بيعرف يشتغل على الامكانيات قليلة ويعني هابيزوق فيه مدرب تاني بيعرف يطلع ناشيين ده بيحصل في العالم كله مصبوط يعني كل مدرب ولاهم مواصفاته بس فتختار على هزي الاساس والمواصفات دي بتبقى ماشية تابعا لايه الاستراتيجية النادي بالزبط كلا الاستراتيجية النادي انا هحطيه استراتيجية اللي يليق عليها فلان او هو هو الموضوع ايه الموضوع ان انا بحط كريتيريا النادي بعد ما حطت الكريتيريا دي بيبدأ ينقي الجهاز او المدرب اللي هيمشي على الموضوع ده هيمشي على الاستراتيجي دي وبالتالي بنتبق نجيب اللعيبة على الفكر ده يعني هي المنظومة بتتبني كلها لما انا عملت الحتة دي وعملتها بتنظيم كويس اكيد هتجيب نتائج كويس لكن يعني اتمنى اشوف الادارات ودي بتحتاج ادارات تكون عندها فكر كاروي بفهمة في الكورة فهمة يعني ايه انا مدرب مثلا بلعب لو بلوك مثلا شغلي كله كله في الاندية معروف يعني لما بتقول فلان يقولك اه ده بيلعب زون ويلعب على المرتدات وبعدين يروح يمسك فرقة مثلا بتلعب بتلعب استحواز وهجوم منظم مثلا هو ملعبش كده خالص يعني فانا عشان ابقى ادارة باعرف اختار او انا عندي لعيبة كورة عندي كمية لعيبة كورة جوال فرقة وبعدين اجيب مدرب بيلعب منتو من هو بيدافع او بيلعب مثلا زون ويرجع حاجات مش رجب على بعضها صح فاتمنى ان الادارات في النقطة دي انها يكون عندها وعي وضراية ازاي بافهم كورة قدم عشان لما هفهم كورة قدم هاعرف نوعيات اللعيبة اللي عندي ايه ولما هاعرف نوعيات اللعيبة اللي عندي هقدر اجيب لهم الكوتش او المدرب اللي ياخد منهم احسن حاجة ويطلع منهم احسن حاجة بسمع دايما جنب كلمة مدربين وكلاء اللعبين وكلاء المدربين يقول لك هما اللي متضغلين مع الادارات tellement Juice وهما اللي بيختاروا المدربين وهما اللي بيجيبه مدرب وهم اللي بيدفعه المشاهم المدرب وهما اللي بيشتغلوا امت موضوع دايما انا اي مدرب اقعد معي يقول لي كلمة وكلاء اللعبين دي هي اللي بتتحكم في요 كل المدربين اشان كدا مش الناس برضو متستغربش احنا كل يوم ات Suami مدرب ماشه يعني اسبوع اثنين تلاتة حب تبدأ كل sacrificed انا فاكر السنة اللي فادت فيه اثنين مدربين مشوا بعد ثلاث مباريات بعد ثلاث مباريات فده رقم اصلا خيال يعني ده مستحيل فهي بص هي مرتبطة هي مرتبطة مرتبطة طبعا بوكلاء لعبين ومرتبطة بمثلث مبين يعني ترابط مبين الادارة الادارة اللي هاتصل بوكلاء اللعبين اللي هاتصل بالمدربين وبالتالي الدايرة دي اه هي اللي بتلعب ايه دور وكيلي لعبين ايه في انه يقعد او يمشي مدرب هو دي بيجي مدرب او يمشي مدرب يعني بيبقى عايز ايه ما هو وكيلي لعبين هو دي هو الاولا لعلاقته بالادارة بيبقى لي وجهة نظر المدرب ده مش موفق المدرب ده نتايجه مش مزبوطة فنغيره المدرب ده هيخد مني العيبة اه يعني مثلا بتتقال سيبني انا اقولها يعني لو انت احرك بس يعني في مدرب مثلا يقول ايه المدرب ده لو انا ديته 3 اربع الايام اللي عندي هيخدهم ويلعبهم مسلا مش هقول ان هو يخدهم مجامل ده على فرض يعني ففيه وكلاء بيشتغلوا كده يعني بص انا 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 هقولك على حاجة فاضل يعني انا انا مؤمن بان الصح هو اللي بيمشي انا ما عنديش مشكلة ان انت لو وكيل واجيب لي لعيبة مميزة او لعيبة كويسة اخدهم بالعكس دول هينجحوني بالضبط كده وهي هو المدرب خلي بالك مش بالعب ده المدرب عايز ادوات كويسة تنفس فكره صح اللي هو عايز يطبقه مع الفرقة دي فبالتالي لما يجي له ورق كويس او يجي له عناصر كويسة بالعكس ده 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 يتبقى حاجة كويسة جدا لكن انا بقول انا بقول ان هي الادارات الاساس ليه؟ انا النهاردة لو ادارة فهمة فهبدأ اتعامل مع انا هوجه الوكيل يعني انا هوجه الوكيل انا عايز مدرب بيعمل كذا طب مين انت عندك مين عندك فلان وفلان وفلان انا عايز لعيبة لو في لجنة التحقودات فانا لما هجيب هجيب لعيبة بشكل معين يعني عايز لعيبة مثلا اقل من 26 سنة مش عايزك تجيب لي لعيبة عنده 32 او 33 او 35 سنة لا انا عايزك تجيب لي التعقودات بتاعتي كلها اقل من 26 سنة باك بيهاجم انا عايز الناحية الهجومية بتاعته احسن من الدفاعية مش مشكلة عندي ان يدفع قوي هلعب مثلا ثلاثة خمسة شوف انا حطت الطريقة فلما حطت الطريقة حب اجيب باكين مثلا باكين بيهاجموا اكتر ما يدفع ليه؟ لا انا بلعب بتلاتة صح فالاتنين دول هيبقوا وينجات اسموا وينج باك مصبوص وهكذا فانت لو لقدة انت بتضرب الفرقة فانت على ضوء البونة بتاع طريقة اللعبة ده وتختارت لعيبة معينة فييجي بس ان ادارة تمشيك بعدها تربعة ماتشات فييجي مدارب تاني يقولك لا اصلا اللعبة دي مش كويسة اللعبة مش مش كويسة اللعبة لتناسب الطريقة بتاع تراجل نفسه فانت لما بتيجي تقموه يعني ايه مشروع يعني ايه مشروع المشروع يعني انت بتبني طوبة فوق طوبة فوق طوبة فوق طوبة مترتبة عشان في النهاية يديك شكل معين فهو دي النقطة ان احنا دايما مستعجلين دايما خايفين خلي بقى لك فيه ادراك كتير بتبقى خايفة يعني مثلا يبقى خايف يهبط وهو لسه في اول خمس ستة اسابيع اساسا يقولك هتكر والجملة الشيئة يقولك ايه يعني انا هقولك الحظ مش ماشي معي اه احنا الدور اللي فات دا الدور اللي فات دا المحلة كانت فين في اول ستة اسابيع في الفرق المقدمة كانت التالت صح مع بابا فسلي اسوان كانت فين في الدورة والله عالمشهد الرأى واسوان عابد شغل العظيم اه هبطت هم المحلة هبطت صح فاللي انا بتكلم فيه اللي انت ممكن تبدأ طبعا والموضوع الموضوع مش ان انا اول ستة سبع اسابيع والعشر السابيع وبعد كده فيه اربعة وثلاثين اسبوع صح فاللي انا عايز اتكلم فيه ان لما انا ببقى فاهم في الكورة وعندي خبرة فيها فمش معنا ان انا دخل فيها جون في اول ربع ساعة معناها ان انا خسرت المباراة لا لانا ممكن الفتقة دي تفضل تمشي وبعدين تيجي اخر ربع ساعة ولا تلت ساعة تاخد ثلاثة ثلاثة نتيجة ان هي الفتنس بتاعها مش كويس نتيجة ان التغيرات بتاعيتها مش كويسة نتيجة ان هم فيها اسباب كتيرة صحيح فمش معنا ان انا فاول اسابيع متصدر يبقى خلاص الدنيا لا ففيه اندية بيحصل لها بانيك ويحصل لها خوف لو بيبقى فيه زنة على الودان كمان يعني يعني بيبقى فيه ان من نواحة التانية بقى تلاقي مدربين جايين وهو مش ماشي كويس وفيه جملة الشيدي دايما بسمع من كل الإدارات يعني ما يبيخش معيات الفنانات بعده مدربين يمشي وهو مدرب كويس بس الحظ مش ماشي معي فاتطرينها ممشي بقى يمكن ان الحظ ييجي مع حد تاني مهي مش بالحظ يعني ايه طبعا التوفيق احنا كلنا محتاجينه في حياتنا بس انت لو شايف وفاهم ان المدرب ده ممكن يبقى كويس بعد كده فتصبر عليه مفيش اي مشاكل هي المحور بتاعها كله ان انا نكون فاهم انا الراجل في الشغلانة بتاعتك مش فاهم في الشغلانة بتاعتك فانت النهارده ما طاعد تعرف ترتب الاحدادس بتاعتك طاعب اخش تخش الانترو بايه انا هقول الاخبار المهمة الاخبار اللي هتعمل بومنج والأخبار اللي هي العادية الخفيفة هدخل الضيف بتاعي ازاي هطلع فواصل امتا فاللي هيقيم الشغل بتاعي هو الراجل اللي فهم الشغل بتاعي فنفس الكل ستا كمدرب فانت عايز اللي هيقيم الشغل بتاعي يكون فاهم كورة عشان نعرف نتواصلوا لك الكلب برا في الاندية انا بكلمك على الاندية مش مش بريمير ليج في انجلترا انا بكلمك اوروبا حتى مستوى تالت في اوروبا يعني خش على المستوى التالت السيستم واحد انا النهاردة مجموعة رجال اعمال عاملين نادي وبصرفوا على نادي ومسكين بس بيجيبوا كوميتي بيجيبوا لجنة صح من الناس بتفهم في الكورة سواء مدربين سابقين سواء لعبين سابقين اللي حمي نسميها عندنا لجنة الكورة لجنة الكورة ويبدأ يدير لان انا ممكن انا اكون راجل اعمال مشاريعي ومصانعي وشغلي كله في حاجات تانية خلص انا ممكن ما يكونش لها في الكورة اصلا بس كده بس كده بس ناغل مشروع ده مشروع مشروع انا عايزك يعنيان انا اقولك حاجة فضل على سبيل المثال انا مثلا لعبت في تركيا اول ما احترفت اول سنة روحت في نهاية السنة كانوا طلبين من المدرب يبيعوا على الاقل خمس لعيبة باعوا ثلاث لعيبة الاندياك كبيرة جلتا سراي وباشيكتاش وفنرباتشا باعوا اول سنة ثلاث لعيبة من عندنا من الفرقة كانوا طلبين من المدرب يعني بكام سبعة وعشرين مليون دولار. وقتها ده من زمان. ده بتتكلم في في الفي في تسعة وتسعين. اه. ارقام ضخمة يعني. ارقام ضخمة. طبعا. اللي بتلاتاشر واللي بتسعة واللي مش عارف بآآ تمانية يعني يعني باعوا بسبعة وعشرين مليون سبعة وعشرين مليون دولار. مم. وده يعتبر تلات لعيبة بفرقة ده يعتبر كويس جدا. طبعا. بقوم للتلات فرقة الكبيرة. مم. فده هدف. المدرب جد دوله. مم. يعني خدنا خامس تقريبا سنتها او سادس حاجة كده في الدوري. ومع وبايع تلات لعيبة مطور مستواهم ومقدم لهم تلات عيبة. فانا كده وصلت الهدف بتاع انا مش داخل كسب بطولة. انا مش داخل كسب بطولة. الراجل دفع اتناشر ولا خمستاشر خدهم سبعة وعشرين. صح. فانا كده تمام كسبان هجيب هجيب لعيبة تاني وهكذا. صحيح. فاحنا بنحط اهداف منها اهداف اقتصادية ومنها اهداف فنية ومنها يعني حاجات كتيرة وفضل في الدوري الممتاز. يعني انا انا بديك مثال في تركيا. مم. فما بقى لك بقى بالانداء بأسبانيا ولا ألمانيا ولا انجلترا ولا ايطاليا ولا 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 ولا. عشكرا كابتن يوسف باستغرب برضو ساعات انه في بعض الانداء في مصر مش لايه الاهل والزمالك. واندت قمة يعني. يكون معايا مسا سألوه اقول له انت ناوي تبيع اللعيب الفلاني هتبيع اللعيب الفلاني دوت الموسم ده في عروضه بتاع. فيقول لي لا 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 احنا واخدين قرار احنا بيقى اي لعب من اللعيبة بتاعتنا. فما بفهمش فكرة انه تما انت في الاصل هتستثماري او نادي داخل عشان تكسب فلوس في الاصل يعني قبل ما تكسب بطولات اش انت هتبقى بعيدة عن البطولات اعلا. شبقى ما عندوس خبرة. فاللى هو لية تقول لي desktop ؟ اه له قول لك ما عندوس خبرة. اه. اه يقول لك ليه. اه. هو بيبقى فاهم ان انا لو ثبت اللعيبة وحفظت على اللعيبة بتاعتي. اه. فانا ايه ؟ هاخد بطولة السنة الجاي. اه. فهو ما عرفش مقاومات البطولة. ايوه. هو لسه مش عارف مقاومات البطولة مش عارف البطولة تيجي ازاي. اه. فعشان كده فاهم ان انا لما قعد اللعيبة وحافظ عليها ودعم عليها الزيادة او قوي عليها الزيادة انا كده ممكن اخذ بطولة فبيكتشف بعد كده خلي بالك الاندية دي بعد كده باعت بعد كده باعت لقيت ان انا بصرف طب وبعدين حفظت على اللعيبة فطبعا دفعت العود العالية طبعا تمام كده انا عمل اصرف وما بكسبش وبعدين تعالى جبت ايه انا ما اتحركتش من مكاني هو هو لا خدت بطولة ولا اتحسنت صح ما خدتش دوري صح ولا خدت مش عارف ايه فعلها طب انا انا بدفع ليه الالوفات دي مصبوع الوفات ايه ملايين 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 اه لا اذا ده الموضوع ده كده الموضوع كده انا كده اطلع خاصة طبعا غير ان هما كمان بتبعش عنداجة مهرية فاقدر اعاية مش كبيرة بس كده فانت النهاردة اه فانت النهاردة لقى نفسه عمل اصرف 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 وايه العائد لا بكسب بطولة ولا بكسب فلوس بس كده على الاقل بقى لا بيح اكسب فلوس واللي ما باعوش اول سنة باعوا التاني سنة يعني اللي ما باعوش السنة اللي فاتت باعوا السنة دي اه او اللي ما باعوش من سنتين بقوا بيبيعوا دلوقتي لاني صعب الناس بتفتكرها عايب لا يقولك اه ده ربعت الجملة في ايه عم بيع يا سيدي بيع ودعم وهات جديد تاني ايكس ايكس عايش على الموضوع ده دورتمون دفريق العايبة دورتمون عندك ارسنال عندك اندية كتيرة جدا وموجودة وليها تاريخ يعني اللي هو مش عايب يعني ما تتكسفش يعني ما تقولش ان انا اللي بعت بالعادس بالمناسبة بالمناسبة دي انا كنت نسى اسألك عليها بس دي جات فقه في الزمالك تبيع ايه واحد زي زيزو يعني زيزو لعيه اهم نجمي في الفريق وانت عندك ازمات او عندك حاجات عايز تحلها تبيع ولا تسيب وتبني عليه انا وجهة نظري اه انا وجهة نظري اشان اختلفت القراء جدا في القصة انا وجهة نظري لانا الموضوع مش موضوع زيزو اه يعني لو اتكلمنا على نادي الزمالك طبعا هو نادي يعني له كل الاحترام والتقدير ونادي منافس قوي جدا للقادي الاهلي وانا دايما بحكم ان انا لعبت في الاهلي كنا بنستمتع لما يكون نادي الزمالك واقف على رجله وبينافس البطولات لان احنا كنا بنحس بالبطولات قوي وبنحس بالفوز قوي يمكن احنا فترة التسعينات خدنا سبعة دورة متصليم وكان السبعة دورة دول كان نادي الزمالك قوي كان الزمالك بيبقى متفوق علينا بتلتاشر نقطة وبسبعة نقطة في التسعينات سبعة وتسعين وستة وتسعين وكده اه انا شايف نادي الزمالك يبيع زيزو ويبيع اي لعيب عنده ارقام بتيجي قوية ليه لان انا عندي لو انا بردت بنادي الزمالك النهاردة وعايز اشتغل صح مع اعترافنا ان كرة القدم كرة القدم هي اساس الاهلي والزمالك بمعنى ان انا ممكن اخد السلة اخد دوري عام كل سنة واخد بطولات افريقيا واخد 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 فرقة القرى هي الامج بتاعنادي الاهلي والزمالك خصوصا الاهلي والزمالك لشعبيتهم وجمهريتهم واسمهم الكبير طبعا فنادي الزمالك الوضع دلوقتي بتاعه اكبر من ان انا اقعد لعيب وعشان ابني عليه انا محتاج ارتب الاول بيت انا محتاج احط اساس عشان اطلع عليه فالفرص اللي هتيجي لزيزو بعد كده هتقل هتقل لكن انا دلوقتي في الوقت ده انا ممكن استفيد بالمبالغ اللي هابيعها لان انا قضيتي مش زيزو طب ما زيزو كان معايا السنة الفاتح خط الرابع طب خط ثالث طب ما زيزو كان معايا وبقالي تلس سنين بخرج من افريقيا زيزو لعيب كويس جدا وفيه اتنات تلات اربع لعيبة في نادي الزمالك مميزين جدا وممكن يجي له معقود كبيرة لكن انا محتاج ارتب البيت صح انا محتاج اوصل ان التيم هو اللي بيكسب مش زيزو اللي بيكسب لازم بفاهمين كده كواس قوي نادي الزمالك في مواقف كتيرة كريم واحنا حتى واحنا كنا بنلعب ومدربين كناد الزمالك بيملك سكواد ممكن يبقى اقوم اننا احنا كنادي اهلي لكن فيه فرق بين كريم بيلعب ولا التيم بيلعب صح دي مهم جدا احنا طول عمرنا فيه فترات كتيرة جدا احنا تيم بيلعب فريق ممكن يبقى فيه اسماء اكبر في نادي الزمالك او اسماء موهوبة اكتر فريق الأحلام في التسعينات كان عنده فريق الأحلام في سنتين ثلاثة طبعا كابتر الحمد الكاس وكاس السعيد على واسماعيل يوسف لا 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 بتتكلم في اسماعيل يعني هتقول ايه ولا ايه كانت اي خط اي خط هتلاقيه في تفوق بس احنا كاتيم لا كنا اقوى احنا كاتيم كروح نقدر بنكسب فهم اصلي ففي دي مهمة جدا في كورته القدم ريال مدريد فترات كتيرة كان عنده نجوم كبيرة قوي بس نقدرش اكسب برشلونة طبعا لان برشلونة كاتيم اقوى وايس بق عايز ببرازيل يعني فترات كتير دايما في كورته القدم التيم هو اللي بيكسب مش النجم لا صعبا مش لا لو انت معاك مثلا فريق زي الزمالك وداخل بالموسم ده في الظروف الصعبة جدا دي تعمل ايه يعني تقول مثلا هاشتغل ازاي هطلع شابه كلام على شك تدريبي شك فاني اه سبنا بقى من الانتخابات طبعا مهمة جدا ان احنا نرتب الحتة دي واتمنى ان شاء الله ان هم انت مدرب ومع ظروف دي كلها اقول له خد الفرقة اشتغل بيها بقى دي انت انت بتطلع احسن منتج يعني يعني بتحاول تطلع احسن حاجة انا شايف ان مركز التالت لزا ملك السنة اللي فاتت والله انا شايف يعتبر يعني كويس مركز جايد السنة اللي فاتت لانه انت السنة اللي فاتت بص شوف قاعدوا فترات طويلة من غير ادارة ومن غير ومستحقات وي 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 لا يعني عندهم مشاكل وقف كيد وي وي انت كل المحترفين اللي يجوهم لعبوا فترات اخيرة اخر كم سنة كلهم طلعوا الفيفا كله اخد حكم من الكاس محكمة الكاس في الفيفا وعندهم مفروض فدي حاجة من الحاجات المؤلمة ومن الحاجات يعني موقوف كد كم فترة كد موقوفة لنزمة فانت كأسوريو مثلا او اي مدرب الحالي هتطلع احسن حاجة من الموجودين هتطلع احسن حاجة من ال ولازم يتحطي لهم فكر يناسب الامكانيات يعني انا شايف أسوريو السنة اللي فاتت لما بيلعب اتنين لعب قدام الاهلي لعب بطريقة يعني مستحيل تلعب قدام الاهلي اه اتنين ثلاثة لعب اتنين ثلاثة اربعة واحد انا فكر حاجة كده اه اتنين ثلاثة اربعة واحد بكين كانوا ونجين ودخل فتوح جوه ودخل يعني عمل شوية حاجات بصراحة ما ينفعش عليك تحصلوا دام الاهلي كنت بحل المطش ده مش هتذكر فيه بس اوما شرطت التشكيل انا قلت الراجل ده هيشيل هيف سكور هيشيل هيف سكور وفعلا ثلاثة الشوط الاولاني اه انا حييت يوميها المساعدين لاني انا متأكد ان ماتحت والجهاز يعني دخل بين الشوطين انت تفتكر الراجل عملت اربعة تغرب بين الشوطين بين الشوطين مظبوط وظبط الدنيا وطلع الشوط التاني اه يعني الحمدلله او يعني عايزول ايه مش هاشي بسكور اكتر من كده دي اه فالمطلوب من اسوريو ان انا مش شرط اطبق فكري انا لازم اعمل ماتشنج ما بين فكري وما بين امكانيات اللعيبة الواقع اللي عندك ده مهم جدا المهم جدا المدرب مش يجي بفكر انا النهاردة بلعب اربعة تلاتة تلاتة وبطير البكين و انا بهاجم بلعب مثلا اتنين تلاتة خمسة و احنا بندفن اربعة مش ايه الافكار دي حسب افرد انا ما عنديش بكين كرتهم عالية ما عنديش بكين شطرين في الحتة الهجومية اطيرهم وطلعهم مع التلاتة اللي فوقوا يبقوا خمسة وادخل الجناحين في الهوف سبيس وطير البكين وبعد كده لما تيجي عليها مرتدة طيب انا هبعندي مساحات وراء وهجيب من الشبكة من جوه فهم قصد ازاي فمهم جدا ان الراجل يختار الطريقة والشغل اللي هو يناسب الامكانيات الموجودة طيب في ليلة عمل كده السهل قبل فات لو تفتكر لما استعمل الفرقة برضو كان لعيبة كتيرة مهمة مشت وكان عندهم برضو ناجل زبالك اقف قيد وراجل بدأ ما كان طريقة لعبه دايما اربعة ثلاث ثلاثة وبعكي اللعب بثلاثة اربعة ثلاثة او ثلاثة خمسة اتنين يعني غير الطريق اللي حرك بتقوله بالزبط طيب نحن نستم كاملين مع الكابتن الكبير كابتن محمد يوسف أكيد كلام كثير عن النادي الأهلي لكن بعد هذا الفاصل حاليكم معنا نحن نستم شرفني ومنورني الكابتن الكبير كابتن محمد يوسف المدير الفاني الأسبق ليه النادي الأهلي المداري المصري الكبير يعني عموما مش بس النادي الأهلي طيب كابتن يوسف هنروح للنادي الأهلي ومن أننا هنروح للنادي الأهلي فنتحدث أولا عن صفقته جديدة حديث الساعة طبعا أعلنت منذ لحظات رسميا يعني النادي الأهلي أعلن رسميا عن مودست المهاجم الفرنسي اللي كان بيلعب في دورته من داخل فريق ليه أصبح مهاجم في النادي الأهلي رأيك كيف الصفقة والجدل اللي حصل حولين الصفقة حول عمر اللاعب تحديدا أنه عنده 35 سنة هو الجدل الدائر على عمر الولد عمر اللاعب لكن كمشتوى لا هو فيه طبعا إشادة وفيه مساندة كبيرة جدا بمشتوى والناحية الفنية بتاعته طب تعال نشوف بالنسبة للسن أنت التعقدات بتاعتك لسه كنا بنتكلم أنها بتختلف نوعيتها بتختلف أنت عايز تجيب مهاجم صغير في السن يقعد معاك فترة وتصبر عليه وبعد كده تستثمر فيه منتها تصبر عليه فهتستثمر فيه فبعد كده تبيعه ولينا أمثال كتيرة يمكن لينا مثلا في التسعينات فريكس فريكس جي كان عنده 17-18 سنة من غانا ولعب معانا فترة وبعد كده اتباع ليليونان وبمبلغ كبير وإحنا كنا النادي الأهلي جابه برقم يعني أكيد ببلاش تهريبا أنت أمام صفقة جاية عندها 35 سنة فأنت جاي بحد جاهز حد هيخش على طول معاك حد للاستهلاك مش للاستثمار حد جاي بيعملك حاجة أو بيعملك أهداف بيعملك إنجازات وبطولات لمدة سنة أو سنة ايه تعاقدك معا سنة أو سنة ايه لعيب عنده خبرة لعيب هيستحملوا الضغوط لعيب هيستحمل المبارات الكبيرة هيخلص لك مباريات اللي هي بتقرص زي ما هم نقول من أنصاف فرص يعني بتتكلم الأهلي النهاردة بيلعب نهائي أفريقيا بيلعب بطولات سوبر بيلعب بطولة ماتشات تقيلة في الدور المصري كاس علام أندية كاس علام أندية وبالتالي أنا مش شايف أي غضاضة مش شايف أي هجوم أو مش شايف أي سبب للهجوم على سنه خالص بالعكس أنت 35 سنة عندنا لعيبة كانت موجودة في النادي الأهلي يعني النسخة اللي أنا خد أفست بيها مع الأهلي بطولة أفريقيا كان عندي وقل جمعة عنده 39 سنة كان البركات عنده 36 سنة كان عنده 36 سنة لعيبة كلها كانت معدية وليد سلمان وليد سلمان اعتزل كان عنده 38 سنة عبدالله السعيدة عبدالله سعيد ديسة بيرعب عنده 39 شكبالة نفسك أحمد فاتحي طبعا شكبالة شكبالة عنده لأ شكبالة عنده 38 صحيح يا ناوس الكيسر 35 كل دول اللي أنا بتكلم فيه اللي أنا بتكلم فيه أن ما فيش أي مانع طالما هو بدنياً واقف عليكم بعدين ده خلي بالك مركز الرأس حربة يا كريم مركز من المراكز اللي ممكن يكون أنا سني كبير بس حركتي كويسة عندي خبرة بعرف إزاي أهرب جوه البوكس عشان أسجل عندي خبرة إزاي أعرف أخذ فاول إزاي أعرف أخذ ضرب الجزاء يعني من المراكز اللي هي العامل البدني فيها مش هو الأساس أول ويفريق كابتن يوسف وأنت اللي تقول لي صحة أولات يفريق 35 سنة لعب أوروبي من 35 سنة لعب أوروبي برافو عليك أنا لسه كنت أقولك بقى دي كويسة أنت سبقتيني لأن 35 سنة وأنا متأسس في أوروبا تأسس في ألمانيا عندنا فرنسية وعندنا ألمانية وعندنا أنجليزية مصبور فاللي أنا عايز أقوله لك أن ده لأ هيفرق جامد جدا فهم قصدي وخلي بالك مركزه يعني مثلا لو أنا عندي مثلا لعيبة أطراف لعيبة الأطراف بتجري بيبقى عندها الاندورنس أو كميات معدلات الجري بتبقى عالية قاوة صحيح لكن لما بيعندي مركز راس حربة مدافعة اتنين مدافعين اللي وراء دول بيبقى الوقفة والخبرة والتركيز والحاجات دي كلها بتبقى أكتر من العامل البدن فدي مهمة جدا لكن أنا شايف أنه صفقة يعني أنا شايف أنها صفقة فكرة كويسة جدا الراجل عايزه والراجل هي دي بيبقى لسه أقول لك أنت ليس كتاقلي من شوية أنه فيه مدارب يبقى عايز بروفايل لعب معين فهمية أن الراجل عايزه وهو كمان يعني حسب معرفنا من معنواتنا هو راجل هو هيدر كويس جدا وعند دلوقتي الأهلي ريدا سليم واحد أحسن واحد في الدول المغربي بيعمل عرضيات يعني دقة عرضيات وعندك عالي معنوات ناحية فأنت محتاج مهاجم بقى يستقبل الكلام ده مصبوط فهو جايت في الجزئة دي بس ده ما يخلنيش أو ما يمنعنيش أن أنا أقول لك ليه الأهلي والزمالي كل أنداء الكبيرة ما يبدأوش يشتغلوا على اللعيبة الصغيرة الأفارقة والأجانب إنه يبدأ نشوف لعيبة صغيرة كتير هنا في الدول المصري ليه لازم بينا دلوقتي منطرين نجيب اللعيب الجاهز أوش يعني أنا بقول احتمال ممكن عشان الضغوط اللي على الناديين من حتة تحقيق تحقيق الفوز تحقيق تلات نقاط تحقيق البطولات عليهم ضغوط على طول باستمرار فما بيبقاش مدي فرصة إن أنا أجيب ولد صغير أنا عندي خمسة محترفين علي معلول موجود عندي ريدا سليم موجود عندي أليو ديانج موجود فعايز اللعيبة اللي هي توقف في الملعب وتبقى شغلة في الملعب وإيه وبتديني بيرستاو برضو سوري موجود في كريستو كمان بس لسه صغير كريستو كريستو كمان صغير فاللي أنا عايز أقوله إن اللعيبة الأجانب هم خمسة أو ستة فنادي زي الأهلي يقولك لا أنا عايزهم موجودين في الملعب بيدوني يفرقوا معايا في البطولات ويفرقوا معايا في الأداء الجماعي بتاع الفريق لكن عشان أنا أجيب واحد صغير لسه بحيلعب ويععد ويععد لغاية ما يعني أكبره ويبدأ ينضج معايا ويبدأ مستوي يتقدم معايا فيقولك لا لازم إحنا بقى نعمل إيه اتحاد الكرة يساعد إن ممكن أنا أعمل مثلا للأنديه تلت أجانب أو أتنين تحت السن تحت السن يجوا موليد 2003 فلما أنا أعمل كده أبدأ أنا ممكن أجيب بقى اتنين لعيبة ألعيبهم دوري 2003 أبدأ أصبر عليهم جيبهم صغيرين يبدأوا ياخدوا شغل ياخدوا شغل ياخدوا شغل قدام تلاقي حاجة طلقة حاجة طلقة طلقة أو تستثمر فيهم كمان بس كده ببساطة شديدة طيب هسألك على واحد تحديدا وقولني ماذا تأثيره مع الأهل الموسم اللي جاي عشان تشتغلت أكيد معا كريم ندفد كريم ندفد اللعيبة الكويسة جدا اللي رجع النادي اللي قال يعتبر وكاينه صفقة جديدة عشان حتى كريم ندفد الفتاة اللي فاتت كان بيغيب كتير مع نادي اللي قبل ما يروح هو كريم يصل جال لأصابة أه وبعدين عمل عملية وبعدين كده العملية حصل فيها مشكلة وبعدين عمل عملية تانية المهم رجع وأنا كنت يعني كريم كان من اللعيبة اللي أنا جبتها فيوتشر ناس كتير أنا مسكت فيوتشر فترة ليلة قوي بس ما دربتش وبعد يجي علي مهر مسك فكان من ضمن الصفقات اللي جبتها سعد سمير وكريم ندفد لأنه كان مسلماني مش عايزهم فاخدتوهم كريم ندفد من أحسن لعيبة تمانية في مصر عشي تبقى عارف ده أتحدى أي مدرب في مصر من أحسن لعيبة تمانية في مصر من أحسن ولا أحسن؟ واحد من اللعيبة المميزين جدا يعني لو بتتكلم على أحمد سيد زيجو بتتكلم على أمام عشور كريم ندفد السلية لعيب هايل يعني لعيب بوبو رو في لعيبة اللي هي التمانية اللي بيلعب من بوكس لل بوكس صح أه اتظلم فترة في الأهله اما كان بيلعب ورا المهاجمين بس ده مش مكانه خالص وأنا لعبته فترة باكرايد فاكر لعيبته فترة باكرايد كنت مسك فترة ما بين كارتيرون وما بين لسارتي فاكر فكريم ندفد لاعيبته باكرايد وكان هايل بس أحسن مركز لي تمانية نص من العام تمانية لغا عشان الناس تبقى قريبا بنا انا زي عامل السلية وما معشور كده انا بقى كان من من يعني كان البروفايل بتاعه كان فيه توطر كبير قوي بالنسبة لكريم لما قعدت العرف انت ايه عملت له ريشيب وبعدين بدأت احطه تمانية وبدأ ايه لعب بقى بارتيحية بثقة الناس قالت كل الرأي العام قالك هو كريم ايه اللي حصل له صح نيدفيد ايه اللي حصل صح ومشي كويس ولعب مع لسارتي وبعدين جات له الاصابة دي بقى اه ما جيت جبته في فيوتش انا كنت متأكد تماما رغم ان في بعض الاراء كانت لأ ده بقى له فترة مصاب لا ده كان فيه كلام بيطلع انه كمان هيبطل كورة يبطل وانا فرحان تحدي الناس جديد من نيدفيد لكنه كنت متابعه انه هو بينزل الملعب وبتمرن وبتمرن كواس جدا بس مش يعني يعني ما عندوش استعداد او مش شايف انه هو يديله يعني فانا كان رايي انه احنا جبناه في فيوتشر عامل مسلمين هيليه مع علي ماهر صح واحد من الاسباب اللي فيوتشر لعبت كورة بالشكل ده وبالجمال ده انه هو وبوبه كانوا فوسهم ملعب صح اتنين اللي عيبوا مميازين وعندهم القدرة يجيبوا جون وعندهم القدرة يدفعوا بشكل كويس طيب كريم نيدفيد اه تعتبر صفقة جديدة النادي اللي عاقب بقدار هيفيد ليه كولر اه هقولك قول دي كولر بيلعب 4-3-3 صحيح كولر كان عندو مشكلة انه كان بعد نتيجة 5 لما خسر من سانداونز فعارف بقى بيلعب بمين بقى بيلعب بثلاثة ستة مم هو قليو ديانج ايه ستة في الأقل حمدي فاتح ايه ستة ومروان عطية ستة دول ثلاثة روس تم ملعب طبعا نطور بقى في حمدي فاتح شوية قليو ديانج ما نطورش بس الاساس ايه ستة لانه ملقاش التمانية صح السلية كان مصاب صح وقفشة مش ستة مش تمانية مش تمانية افشة عشرة عشرة وبقى بيدور حوالين انا عايزة جماعة لعيبة نص ملعب تمانية صح جاب امام عشور وجاب ندد اللي اتنين دول تمانيتين انا بقولك حينقلوا السنادي النادي الاهلي في حتة تانية خالص حلب قوي لو سألتك على ضوء بقى صفقات الاهلي الجديدة وريدة سليم موجود دلوقتي والراجل المهاجم الجديد مودست الصفقات بتادي الاهلي الجديدة مع امام عشور لو قلت لك تشكيلة مثالية للاهلي طبعا التشكيلة دي بتتغير حسب كل مباراة بس انت شايف افضل حجاشة اللاعب يبدأوا مع النادي الاهلي يكونوا مين عايز تشكيلة يعني اه طيب عندنا في الشناوي في حراسة المارضة الشناوي عندك باكرايت محمد هاني محمد هاني وعندك اكرم توفيق يعني بس انت خلي بالك الاهلي ما تقدرش تقول تشكيل اساسي قوي لان الاهلي عنده كثافة متشطة عليها طبعا اي مدرب اي مدرب بيمسك نادي الاهلي لازم يعمل روتاشة انت الحضاشة انت بتقولهم دول لو انت عندك اللاعيبة كلها جاهزة وبتخد 11 وهتخد 11 الاولانيين والباقي كله قائمة طبعا قائمة النادي الاهلي كلها هي اللاعيبة كلاس اي كلاس اي وانك مجبر تغير لان هتخش في ايجادات وهتخش في اصابات 100 مية في المية ه انت وتقلي التشكيل هتبدأ بالشيء من الاهو محمد هاني ياسر ياسر عبد المنعيم عبد المنعيم معلول معلول مروان ندفد سلاية وامام سلاية وامام ؟ ولا يعني حد فيه سلاية سليم انت لقد سبتت كريم ندفد كريم ندفد ذه حطه كريم اصل كريم كريم من ولادنا كريم من ولاد النادي الاهلي حلو وعنده شخصية النادل الاهلي حلو ماشي عشان ما ننتقش عن تشكيله هنرجع لكريم نيدفيد تاني فكريم نيدفيد ويمام عشور او عمر السلية مع ماروان عطيك ده سلسة وسط الملعب التلاتة اللي قدام بعشان دي حكاية ده عندك حسين شحات وبرستاو وموديس بقى عندك كهرباء لأ ما عشان هتبدأ بمين بص موديس ده هيتحط على طول صح كده يعني عايزين نشوف المطور كده يشتغل هسألك السؤال لو عايز تلعب برادة سليم كمان في التشكيلة دي تعمل ايه لا حيخش بقى ما هبص اصد خلي بالك انت النهارده عندك فريق واخد افريقيا انت مش داخل على فريق معنش يعني انت داخل على بطل افريقيا داخل على بطل دوري داخل على فريق واخد خمس بطولات فانت بتتكلم في ايه انا بحض اشوف بقى اشوف الدنيا بس انت عندك بيرس تاوي اه طبعا ريد اسليم لعيب عالي اوي لعيب قوي وفرطة مش طبيعي اه وسرعة يعني عنده سرعة وعنده مهارة وعرضيات طبعا عندك حسين الشيحات وعندك طهر محمد طهر وعندك طهر وعندك احمد عبدالقادر وعندك كريم فؤاد لو بيرجع كمبيل افر جناه وكريم فؤاد كريم فؤاد برضو في الحتة القدام دي خطير جدا يعني كريم فؤاد كنا بنشوفه باك لكن لما لعب قدام يعني لعب اصادي في مباراة الجيش اثنين واحد كنت انا مسك الجيش مع الاهلي كان احد مصادر الازعاج بالنسبة لنا بطريقة غير عادية عنده سرعات رهيبة ومن نوعية اللي عنده لا مركزية يعني ممكن تبقى لقيه واقف في الجناح اليمين مثلا فانت تكلم الباكليفت يا اخو بباله تبصت لقيه راح جاري سبرينت وقطع ما بين السدباكين يعني بعيد خلص طلع الباكليفت من المعادلة صحيح فعنده لا مركزية في طريق جاريو ودي من اخطر الحاجات اللي التلاتة اللي قدامنا عندهمش مركزية في الجاري بتاعهم بالتالي بتلغبط اي ادفاع فكريم فؤاد من اللعيبة الهيلين بس انا بكلمك على حاجة هتبدأ بيها ويبدأ بقى ايه خلي بالك استفاريه الاهلي لازم منافسة ببقى قوية كولر اللي نجحه السنة اللي فاتت انه عمل منافسة خلى اللعيبة كلها وقفة يعني على مشتر جليف لو رجع حسين الشحات حسين الشحات فاكر حسين كم الاول ما كانش بيلعب معاه طبعا فاكر واقعد كم مطش ما كانش بيلعب معاه لما رجع حسين قصر الدنيا لنهاية تموس خدع السلعي محمد هاني محمد هاني نفس الكلام محمد هاني كان الناس بتقول بيرس دا ونفس الكلام طبعا كهربا رجع بص منين لأ هو عمل تفارات سبع شهور صح عمل تفارات لمستويات لعيبة كتير نتيجة اني محدش مطمن على مركزه كريم حاسس ان يوسف ممكن بكرة الصبح يلعب عليه ويوسف هو بيلعب يا خبراب يد انا لو ثانية كريم هيرجع يلعب تاني صح فالتنين كل دا المستحطي فيه صح عايز سألك أعطاك سألتك السؤال دا من فترة بس هالس دا مزالت قائمة يعني فنكرر السؤال تاني ونسمع لإجابة تاني محمد عبد المنعيم شادات طول الوقت محمد عبد المنعيم وهو مدافع عظيم في النادي الأهلي أساسي ويتبني عليه خاط الدفاع في منتخة مصر الآن تبقى هو الأساسي بتاع منتخة مصر زيما في مرحوظات على فكرة خروج بالكرة بطريقة ما يعني انت أكيد شايفها بقى كمدافع محمد عبد المنعيم من وجهة مصر هيقعد فترة يقعد بالمنزبط بس دا طبيعي محمد سنه صغير تسعة وتسعين همتكلم في 24 سنة و هو موهوب جدا عنده مقاومات هو أساسا مهاجم كان في قطع نشئين وبعدين رجع رجعه وراء ياسر رجب تقريبا كابتن ياسر رجب كان هو اللي رجع وراء في خاطر الدفاع هو وكابتن أحمد يونس تقريبا لما مهاجم يرجع وواحد كرته عالية ويرجع يلعب وراء لازم ياخد وقت هياخد وقت شواء بعدما يزبط وعدما يزبط حتة اللي انت بتقولها دي أوقات تبصت لأيه يعني يمسكه الكرة هوب تطقطع منه صح كرة مشكلة دي هياخد وقت لغاية ما يبقى عنده الجمع ما بين الخبرة وحتة القوة والسرعة والحاجات دي كلها صح فهو دلوقتي أوقات كراراته كراراته بيغلب عليها بتنقصها الخبرة شوية صحيح كرة عطعناها وبدل ما يطلع بيها دريبل طب ما تباصي ونطلع بالكرة على طول خلي الكرة هلتش تغل فهم ما صلي لا هو لسه الخبرة ما زادتش فبيحاول ان هو يزود بالكرة تطقطع تاني باص في تسرع شوية او في عدم تركيز او في عدم تجهيز مسبق لان المدافعين يا كريم مستويات صح يعني انا ممكن كمدافعة في مدافع بيقعد يدافع وفي مدافع وهو بيدافع نص تفكيره ان ايه ان انا لما اقطع الكرة هطلع على مين عشان هاجم وهاجم يعني وانا بدافع وانا اطلع بالكرة يعني وانا بدافع انا عارف كواس اول ان اول ما هقطع الكرة هتطلع على مين صح ده كل ده وانا شغال في الدفاع وفي واحد بيدافع بس صح يعني انا الكرة دي تطلع في المدرج انا مريش دعوة مريش دعوة انا دعوة اللي هيحصل بعد جزيه تبا بتقول لي دفع فانا بدافع انا عملت شغلي اه دفاعات مستويات صح فهم قصد ازاي صح المدافع الدولي اللي على مستوى محمد لازم يكون وهو بيدافع عارف ان الكرة دي هطلت قطع اول تفكير ليه هحطها لفلان صح وهتحرك ازاي عشان لو جات لي تانية ومع مطلحة على اللي بعد وهكزة يعني صحيح تطلع الكرة بصورة صحيح فهو محمد والحاجة التانية وغلا فكرة دي الاجابة هي هي اللي احنا اتكلمنا بها حتة الاحتكاك شوية بره بقى الحاجات اللي في الكرة يعني حكم خص خليك مركز في الكرة اه المنافس بتاع الفرقة التانية صح جمهور مش عارب فين حاجة شوية حاجات برضو لما هيكبر شوية هيبدأ ايه يقول لك خلاص بقى يعني مش حاجة تشتتك اه خليه مركز في الكرة صحيح كابتر محمد انت دايما بتشرف ودايما بتنور حبيب ودايما الحوار معك ممتع ورغم ان احنا عادين نحب حلوين للنهاردة كويسين بس الوقت خرز بسرعة بس انت الحوار معك جميل يا رب يخليك يا رب يخليك يا رب يخليك كابتر يوسف دايما نشوفك يا رب على الف كير تسلم شكرا جزيلا ده كان نقال مع الكابتن الكبير كابتن محمد يوسف امريل فن الاسبق ليه النادي الاهلي وايضا ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتوا معنا انا اشوفكم يا رب على الف كير